مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي مساء الخير على أحلى أهلوية في الدنيا حلقة جديدة من الأهلي في رمضان برحب بحضراتكم وأكيد لازم أبارك لكل الأهلوية في كل مكان على المشهد المشرف والإنجاز الجديد اللي بيضاف لسجلات النادي الأهلي أعظم نادي في كون مبارح كنا بنتابع على شاشة قناة الأهلي احتفالية وضع حجر الأساس لإنشاء استاد خاص بالنادي الأهلي المرة دي النجاح والإنجاز الكبير اللي احنا بنتكلم عنه بعد ما كنا بنحتفل بـ 114 سنة نجاح الإنجاز المرة دي مختلف تماما لأنه الحقيقة حلم لكل الأهلوية حلم بقاله سنين كتير قوي قوي كل الأهلوية بيحلموا بيه سواء لعبين أو بجماهير أو حتى يعني جهاز فني للنادي الأهلي ومجلس إدارة وكله كان الحقيقة بيحلم بنيكون عندنا استاد خاص بينا ويمكن كمان كان كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بيقول في كلمته إنه هو من وهو لاعب كان بيحلم بنيكون النادي الأهلي ليه استاد خاص بيه وطبعا فوائد ومميزات كتير قوي هتعود على النادي الأهلي بعد ما إن شاء الله نقدر إن احنا نتم الخطوة دي على خير وبنتكلم إن احنا لازم طبعا نشكر سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على الخطوة اللي زي دي وعلى دعمه للرياضة بشكل كبير رياضة في مصر بشكل كبير كجزء أو ملف أساسي من ملف تطوير الدولة المصرية اللي احنا بنشوفه الفترة اللي فاتت دي كلها وأكيد بالتالي كل مؤسسات الدولة اللي دعمت والسهلت طبعا إن احنا يكون عندنا استاد خاص بينا نتكلم في إن احنا حاسين بفخر كبير قوي نحنا بننتمي للنادي الأهلي ويمكن بعد استاد الأهلي ويه السلام كنا كلنا يعني أو ناس كتير فكرة وخلاص هننسى فكرة إن النادي الأهلي يبقى له استاد خاص بيه ولكن طبعا يعني شفنا الحقيقة قد إيه كان فيه اهتمام كبير جدا من مجلس إدارة النادي الأهلي إن يكون عندنا استاد خاص بينا سأل خير عليك يا أحمد معيش طولت عليك شوية سأل خير فترانا كويس النهاردة لا خالص الله سأل خير على حضراتكم والحقيقة يمكن في كل خطوة في كل لحظة الأهلي بيكتب فيها قصة نجاح جديدة لواحد بيحس قد إنه سعيد وإنه السعادة دي جزء منها مصدر فخر بانتماؤه لكيان كبير جدا وعظيم جدا زي النادي الأهلي والكبير دايما قدوة والكبير دايما مثل أعلى وده اللي حقيقة بيترجمه النادي الأهلي في كل لحظة رياضية لكن أنا بتكلم هنا على فلسفة وعلى ثقافة النادي الأهلي على منهج عمل النادي الأهلي على قدرة النادي الأهلي على تحدي الصعاب على قدرة النادي الأهلي على إنه يرسم خطوات كتيرة جدا للمستقبل في فترة بسيطة جدا 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 من عمر طويل وكبير للنادي الأهلي 114 سنة في فترة بسيطة جدا انضمت فيها وتشرفت بالعمل على شاشة النادي الأهلي كنت شاهد على عدد كبير جداً من خطوات النجحة خدوا بالحضراتكم أن كل خطوات النجاح اللي كتبها النادي الأهلي في الفترة الأخيرة والفترة البسيطة دي كانت في فترة العالم كله فيها بيعاني من مصاعب كتير جداً أكبر أندية العالم وإحنا يمكن هنا حتى على مدار حلقات السادسة كنا بنستعرض بالأرقام والإحصائيات والميزانيات الدقيق الأندية الكبيرة على مستوى العالم اللي دخلها بالمليارات بتعاني بتعاني في تطوير بنية تحتية بتعاني في استخدام أو تعاقد جديد مع العيبة جديدة وعلى الرغم من فترة الصعوبات الإقصادية دي قدر النادي الأهلي أنه يعمل خطوات كتير جداً تبعنا مع حضراتكم خطوات عملاقة بيتم تنفذها في فروع نادي المختلفة واللي بالتأكيد مش بس هيكون ليها استفادة ومرضودة على النادي الأهلي بس لكن كمان على المجتمع المصري ككل مساحة أكبر وأوسع وأرحب لاكتشاف كتير من الموهوبين والنجوم في مختلف اللعبات والمجالات الرياضية المختلفة والكلام مش بس الرياضة الحقيقة عشان مختزلش الموضوع في الرياضة لا النادي الأهلي دي كمان الحقيقة أهداف مرتبطة بالاستثمار الرياضي أهداف مرتبطة بالتنمية المجتمعية كل ده بيحصل من خلال فروع النادي الأهلي اللي بتتوالى عملية التطوير فيها والافتتاحات زي ما تابعنا في الأهلي لقصر مثلاً عايزة أقول لحضراتكم كمان أنه مش بس فكرة الفروع لكن حتى كمان على مستوى التطوير الإعلام الرياضي وإحنا يمكن في خلال قناة طبعاً عمرها مش طويل قوي لكن منذ بدأت مرحلة التطوير الأخيرة بنتكلم في خلال شهور بسيطة جداً قدرت القناة أنها تفوز بجائزة أفضل قناة رياضية عربية وده بالتأكيد الحقيقة نتيجة مجهود ونتيجة تخطيط ونتيجة رؤية بنتكلم على ملعب الأهلي وي السلام اللي كانت صارت تتكلم عليه من شوية وقد إيه شفنا أنه ظهر بشكل جديد ومختلف على كل الملعب المصرية الحقيقة ووضحت فيه بصمة الشخصية نادي الأهلي وبالتأكيد منذ تم الإعلان عن وضع حجر أساس الملعب الجديد أو الأستاذ الجديد اللي هيكون خاص بنادي الأهلي كل جماهية نادي الأهلي عايزة تتصور أو تتخيل شكل الأستاذ والملعب الجديد اللي هيكون بيحمل اسم نادي الأهلي وبالتأكيد طبعا هيكون من حيث انتهى الآخرون هنشوف طفرة جديدة في ملعبنا وهيكون بالتأكيد إضافة لمنظومة الرياضة في مصر وخليني أقول لحضراتكم بالمناسبة إن شاء الله بإذن الله نتمنى في ده يعني يحصل في يوم الأيام وللأ النهاردة مصر بتعيش نهضة وطفرة في كل المجالات وأعتقد مصر النهاردة لما تتقدم زي ما شفناها في بطولة العالم لليد وزي ما شفناها في بطولة أمم إفريقيا قادرة أعتقد نهاردة بشكل كبير جدا ويكون عندها ملف قوي جدا ومحترم جدا لو قررت إنها تستضيف بطولة زي كاس العالم وبالتأكيد في الحالة دي هيكون استاد النادي الأهلي الجديد في خدمة الرياضة المصرية وفي خدمة الدولة المصرية وهيمثل إضافة حقيقية لبنية تحتية رياضية شهد التطور كبير جدا في عهد الرئيس السيسي وده جزء الحقيقة يمكن من رسائل اللي بيحاول الفقامة الرئيس إنه هو يأكد عليها دايما مش بس في الرياضة في كل المجالات إنه أي نموذج أو أي قصة نجاح بالتأكيد لازم الدولة تقف في ظهرها وبالتأكيد لازم الدولة تدعمها وتساندها وتوفر لها كل الصبل وكل أنواع الدعم الممكن عشان تستمر نفس قصة النجاح دي كمان يا أحمد يعني يمكن منتكلم على أنه بنمشي بشكل أو بخطوات كويسة جدا في موضوع الاستاذ الخاص بنا يعني كان كابتن محمود الخطيب يقول أن الخطوة الجاية هي أن احنا هيبقى فيه أحد المكاتب الاستشارية العالمية المتخصصة في تصميم الاستاذات العالمية علشان يقدر أن هو يبقى فيه تصميم كويس ومختلف بالنسبة للاستاذ النادي الأهلي يليق بمكانة النادي الأهلي وكمان يعني إحنا بنتكلم على حاجة شبه الاستاذات العالمية بنشوف ناس كتير قوي لما بنروح طبعا تروح أي ملعب في العالم أنت بتبقى فخور مبسوط شايف الحقيقة بتعمل تور في أي ملعب في العالم بتبقى دايما فيه إحساس كده لكل أهلاوي أنا عايزي بقى عندي استاذ زي ده والحقيقة أنه شفت كمية فرحة من الأهلوية أو من جماهير النادي الأهلي الفترة اللي فاتت دي كلها بعد إعلان إحنا أعلننا تقريبا يوم الحد اللي فات أو إحنا ما حضرتكم على الهوى أنه هيكون إن شاء الله خلاص خدنا كل الموافقات وهيكون في استاذ خاص بنادي الأهلي شفنا الحقيقة كمية فرحة من الأهلوية من جماهير النادي الأهلي أنه الحقيقة مجلس الإدارة أو النادي الأهلي وعت في أوفق وعشان كده فعلاً نادي الأهلي لما بيخطط وبيكشف عن تطلعاته بيكون قد المسئولية وبالفعل نجح في أنه هو في تعمير كل الفروع اللي سبق وأشارنا لها واللي سهمت بفعالية في تعمير الأماكن كمان المحيطة بالفروع دي عشان كده اللي حابين نأكد عليه أن فكرة أن توسع النادي الأهلي في الفروع مش بيمثل بس قيمة مضافة بس لنادي الأهلي لا ده كمان بيمثل قيمة مضافة لمجتمع المصري ككل يمكن زي ما أحمد آل خاصة فيما يتعلق بملف التعمير وطبعاً والتوسيع في مصر وتنشيط العديد من القطاعات الاقتصادية علشان كده بيفرق كمان فينه يبقى فيه إيجاد فرص عمل كمان يعني دي حاجة من الإجابيات الكبيرة جداً والحقيقة أنه النادي الأهلي دايماً بنأكد أنه هو مؤسسة وطنية وأنه ليه دور كبير جداً وفعال في المجتمع المصري مش بس بالنسبة للنادي الأهلي أو بالنسبة لرياضة أو كرة القدم لا بالعكس نتكلم بشكل كبير لا دي دور وطني أكبر بكتير جداً إحنا فكرتنا أكبر بكتير جداً من رياضة ومن كرة القدم طيب خلينا طبعاً إحنا عندنا كلام كتير في حلقة النهاردة عندنا كلام على مطشاط الأهلي الأخيرة عندنا كلام على مطش بكرة بمناسبة كلامنا عن مواجهة الأهلي والمحلة خلينا نروح لزمالنا كريم أحمد من ملعب التتشي طمنا على استعدادات النادي الأهلي لمواجهة غزة المحلة بكرة إن شاء الله يمكن التمرين لسه بدأ من لحظات مساء خير يا كريم مساء الخير عليك زميل العزيز أحمد وكل تحية طبعاً لزميلتي اللي عزيزة سورة وكي تحياتي طبعاً لجمهور النادي الأهلي أهلاً بك يعني طبعاً أنا عارف أنه فيه ضغط شديد جداً في المباريات ويمكن هنتكلم على ده بالتفصيل في حلقة النهاردة بس نتطمن منك على استعدادات النادي الأهلي عنده يمكن أربع مواجهات في خلال تقريباً عشر تيام في منطقة الصعوبة هتبدأ بكرة إن شاء الله بغز المحلة تطمننا على شكل وملامح تمرينة النهاردة كريم الحقيقة طبعاً يعني ضغط غير مسبوك لفريق النادي الأهلي وجد الدوري الحقيقة ومأثر على لعبة النادي الأهلي بشكل كبير أنت عارف زميلة أحمد وزميلة سارة كل مباراة بيكون فيها لعيب بنفقده وده أمر أكيد مزعج بشكل كبير جداً للجهاز الفني بيتسو مسماني مع اللعبين مع الجهاز الفني بيحاول أنه هو يعمل وفرة لكل لعبة النادي الأهلي لكن الضغط كبير جداً وأكيد بنلتمس كل العزر للجهاز وللعبة لأن أنت بتعمل ريكوفر يوم واحد أو بتدي راحة يوم واحد لكن النادي الأهلي بستعد لمباراة الغد المحلة طبعاً والأهلي على استهد المحلة غداً في التساعة والنصف هي طبعاً مباراة في الجولة 19 من بطولة الدوري العام كان بيتسو مسماني عقب التعادل الأخير 24 ساعة راحة ثم تدريب رئيسي النهاردة وتدريب وحيد ومنها صفر إلى المنصورة لمبيت ثم منها إن شاء الله للغد للتواجه للأستاذ غزة المحلة فأكيد طبعاً بيأثر بشكل كبير جداً بيحاول الرجل يصحح بعض الأخطاء يمكن تدريب النهاردة يكون فيه أمور عديدة جداً نتكلم فيها بيتسو مسماني في المحاضرة اللي امتدت لمدة 40 دقيقة الرجل بيحاول يتكلم على تصحيح الأخطاء التمركزات اللي كانت خاطئة بشكل كبير جداً وأكد عليها مع اللعبين بيحاول أن هو يتلاشي هذا الأمر أمور عديدة النهاردة بالنسبة للتاكتك وبالنسبة أيضاً كمان لخلق الدوافع لكن الصعوبة اللي بتجدها زميلة أحمد زميلة الصارة مع اللعبين رغم الضغط ده أنت محتاج جهاز فأني تجدد الدوافع بشكل مستمر يبقى الرغبة موجودة عند اللعيبة اللعيب كمان تهيئة وبدنياً للمبرياض مع صفر هتروح المحلة وهترجع من المحلة ساعة 3 أو 4 الفجر هتبدأ تستعد المباراة الاتحاد اللي بعدها أمر صعب جداً على اللعيبة فأمدلت انت مسلوم طبعاً كل العزر لكن ثقاتنا كبيرة في كل اللعيبة وفي كل المجموعة المتواجدة أي حد يكون متواجد إن شاء الله في مباراة الغد غزل المحلة يمكن أنت عارف زميلة أحمد زميلة الصارة على أرضها بتعرف تلعب المباراة الكبيرة زي مباراة للنادي الأهلي عنده توليفة مميزة لكابتن خالد عيد عنده عناصر بيقدر يشتغل بيها طبعاً مع الكفاءة الكبيرة اللي لعبت النادي الأهلي لكن اللي بيقابل النادي الأهلي بيقابل البطل فبيطلع كل اللي عنده فصعوبة المباراة جاية من هذا الأمر وجاية كمان المباراة على أستاذ المحلة لكن إن شاء الله بإذن الله فيتسو مسماني النهاردة في التدريب يكون فيه جولة تدريبية مش هنقدر نقول جولة قوية أو تدريب بقوي على قد ما نقدر نقول النهاردة يا رب يكون لعبتنا تلتزم بيها التعليمات الصحة على الأخطاء بشكل كبير لأن غداً هيكون فيه فرص عديدة إن شاء الله لعبت النادي الأهلي مع تركيز اللي هم فيه فيهدار الفرص أمر صعب وأمر تكلم عليه أكتر من مر الجهاز الفني لكن إن شاء الله زميلة أحمد زميلة سارة التوفيق يكون مع لعب النادي الأهلي في مباراة الغد أنا عايز بس أكد على أكتر من نقطة بالنسبة للإصابات من لا يكون متواجد غداً في القائمة شوفنا النهاردة الحقيقة بدر بنون يمكن زود شوية قبل التدريب النهاردة يعني تدريب خلاص لحظاته يبدأ الجرعة التدريبية يكون كاملة بنأكد على جهازية بدر بنون إن شاء الله يكون متواجد في القائمة ومنها للتشكيل الأساسي نهاردة يمكن شايفينه بإذن الله هياخد جرعة تدريبية كاملة لكن الغياب مستمر بالنسبة طبعاً لأيمن أشرف وجونيور أجيه يمكن هم دول طبعاً اللاعبين اللي بنتمنى إن شاء الله يعودوا من جديد لصفوف النادي الآلي ومؤذرة لعبية النادي الآلي لكن جهازية بدر بنون أمر مهم جداً لأن أنت عارف فقط سعد سميرة سارة أحمد طبعاً أنت عارف فيارب إن شاء الله بنبقاش نفقد أي لعيب خلال المرحلة قادمة ويكون جرعة تدريبية قوية الفريق النادي الآلي يستفيد منها بشكل كبير ويكون تركيزها أكبر في مباراة الغد أنا معاك زميلة أحمد زميلة سارة لو فيها استفسارات طيب خليني أعرف منك كمان يعني بالنسبة لشكل الفرقة الفترة اللي جاية أنا كنت بتكلم إن إحنا عندنا أكتر من مباراة هل ميستر موسيماني بيفكر إحنا بعد مطش المحلة مفترض أن هنسافر إسكندرين لعب الاتحاد نرجع لعب الزمالك وبعد كده نرجع تاني نفتح ملف دوري الأبطال هل في تخطيط ميستر موسيماني أو في كلامه إنه يبقى فيه إراحة لبعد اللعيبة اللي كانت زهرة بشكل مستمر الفترة الأخيرة ممكن يدي شوية وجوه جديدة يعني المرحلة اللي جاية عموما شكلها ممكن يكون إزاي كريم نقطة مهمة جدا طبعا زميلي أحمد وده الحديث أكيد اللي لابد يكون فيه حديث كامل مع لعابة النادي القلي مرحلة مضغوطة بشكل كبير الرجل يمكن بيحاول أنه يدفع بعدد من اللعبين ما بتشاركش بشكل مستمر ده أمر مجبر عليه بيتسو موسيماني آه بنقدر نشوف طبعا أنت عارف الإنسجام أمر مهم جدا بابنشوف أفشل حقيقة بيظهر بشكل طيب جدا محمد شريف مروان صلاح كل لعبة ما بتنزل تشارك بيكون لها تأثير ودور مع لعابة النادي الأهلي لكن موسيماني مضطر غزبا عنه طبعا الفترة اللي جاية لازم يدي جرعات بسيطة في مباراة المحلة منها صفر على طول مباشرة إلى الاتحاد والمباراة الأهمة طبعا الأخوة هي مباراة يوم عشر طبعا المباراة الزمالك يوم ثم تدريب يوم ثم تدريب فمجبر أكيد موسيماني أنه هو يكون فيه تدوير بشكل كامل مع اللعبين وده اللي إن شاء الله بإذن الله بنتمنى أن اللعيبة كمان تكون جاهزة الفترة اللي جاية اللعيب اللي هياخد دور في أي مباراة يحافظ على نفسه بشكل كبير تسعين ديها تعدي بدون أي إصابات التأكيد مطلوب على الأهداف والتلات نقاط أكيد لكن سلامة اللعيب أهم لأن المرحلة مهمة جدا والتحدي الأكبر يا زميلة أحمد زميلة الصورة هي البطولة الأفريقية ضغط كبير لكن إن شاء الله بإذن الله لعيبة النادي الأهلي تحافظ على نفسها في الفترة القادمة بإذن الله ومنها إن شاء الله تدريجان ربنا يبعد إلى صبات على العبيد واستمر النادي الأهلي في إسعاد جمهور النادي فقديني أطمن منك لو عندك معلومات أطمن منك لأول على أكرم لأن أكرم بزل مجهود يعني خارق في مباراة الأهلي الأخيرة أمام الجونة أطمن منك على الحالة البدنية هل بيعني من أي شيء هل ممكن يكون مش موجودنا على أهلي بكرة وعايز أعرف منك نفس الأمر بالنسبة لولتر بواليا وأخبار علي معلول طبعا هكتب معك بعلي معلول يعني علي معلول ووصل لمرحلة النهائية في التأهيل يعني تعرف التأني مهم جدا زميلة أحمد زميلة صارة فيها الدفع بعلي معلول لأن انت عارف ممكن نزل جات له الإصابة اتكرر الأمر معاه فلمكن فيه تأني كبير جدا على علي معلول لأن المرحلة اللي جاية أهم وأصعب وأقوى احنا خلاص داخلين في المرحلة اللي نقدر نقول محتاجين كل اللعيبة واللعيبين الخبرة بخبرة علي معلول بشكل كبير فخلاص نقدر نقول علي في المرحلة الأخيرة يعني بنسأل على طول طبيب النادي الآلي أحمد أبو عبلا بيقول يعني هانت خلاص مش عايزين ندي أرقام أو ندي أسابيع أو عدد من الأيام لأنه ممكن يكون في أقل من كده كمال لأن علي معلول حقيقة عنده رغبة كبيرة جدا وشغال على نفسه الحقيقة في التأهيل بشكل مميز فإن شاء الله بإذن الله يعود سريعا وولتر بوليا ما نقدرش نقول أنه عنده أي إيجادة أو أي إصابة غير أنه يمكن رؤية فنية اللي استعانى به من عدم وفيق القائمة أو فيق المباراة ترجع طبعا لبيتسو المسلماني المدير الفني لفريق النادي الآلي اللعيبة يمكن الحمد لله الفترة لفاتت أي حد بيكون مشاركة أحمد تعرف طبعا بيكون عارف قيمة النادي الآلي وشخصية النادي الآلي فالغيابات الحمد لله بيبقى آه لها تأثير بسيط لكن اللعيبة اللي بتنزل بتأدي بشكل مماس جدا يمكن سألت على بوليا وسألت على مين تالي أجايع على المعتقدة وسألت على مين تالي ناس سألت على أكرم أكرم توفيق عايز تطمن عليه جاهز لمطش بكرم أكرم يمكن أكرم توفيق الحقيقة طبعا مجهوده كان كبير جدا وشفناه وإصراره ويمكن الحقيقة المباراة الأخيرة واضح الروح وواضح الإصرار في كل حتة بنشوف أكرم مش هنقدر نقول إصابة على أن نقدر نقول إن هي حالة الإجهاد الكبيرة الحمل كبير جدا على اللعبين الريكافرين ميبقاش موجود بكل قوة عشان تقدر ترجع اللعيب بكامل قوته تاني فأكرم يمكن نور حالة إجهاد بسيطة مع اللعبين بالكامل لكن هيكون إن شاء الله متواجد مع لعبة النادي الألي في التدريب ومنها في القائمة ومش بعيد يكون كمان الاستعانة به في التشكيل الأساسي بدوره الكبير وأداءه المميز واحد من اللعيبة المميزين جدا خلال المرحلة الماضية وبنتمنى إن شاء الله الفترة القادمة يكون أكرم على هذا المستوى المميز للاستفادة فيه بشكل كبير جدا مع النادي الأهل إن شاء الله أنا بشكرك شكرا جزيلا زميل عزيز كريم أحمد دي كانت أخبار فرقتنا وإن شاء الله بإذن الله كل اللعيبة تكون جاهزة وبمناسبة أكرم الحقيقة أكرم قدم مطش أكتر من رائع قدام الجونة وأنا عارف إن كتير من جماهير النادي الأهلي ممكن تكون متضايقة من ضياع نقطتين في مباراة بتشوفها إنها مباراة سهلة أنا هتكلم مع حضراتكم بكل التفاصيل طبعا بس خليني برضو في البداية نقطة نظام وإحنا كنا بنتكلم عن النادي الأهلي وكنا بنتكلم على الكبير وكنا بنتكلم على القدوة وكنا بنتكلم على المثل الأعلى وكنا بنتكلم إنه النادي الأهلي إضافة كبيرة جدا أو كل خطوة بياخدها النادي الأهلي بتعتبر إضافة كبيرة جدا لمنظومة الرياضة في مصر بشكل عام وفي كرة القدم بشكل خاص وهنا لنا واقفة شوائي لأنه الحقيقة أنا تفاهم جدا إنه اتحاد الكرة المصري يبقى على مسافة واحدة من كل الأندية هذا شيء طبيعي جدا ومنطقي جدا ومفهوم جدا ونأكد عليه ونطالب به كمان لما نكون بنتكلم على مسابقة محلية لكن لما نكون بنتكلم على مسابقة قرية أو مسابقة عالمية بيشارك فيها النادي الأهلي هنا أنا الحقيقة لأتقبل فكرة النادي الأهلي أنه التحدي الكرة يكون على مسافة لوحدة من كل أندية لأنه النادي الأهلي هنا بيمثل مصر وإحنا قلنا أنه النادي الأهلي لما جاب برونزية عالم هو ما جابهاش لجماهير النادي الأهلي بس هو جابها لجماهير الكرة المصرية كلها وجابها للرياضة المصرية كلها ونادي الأهلي لما رفع كاس بطولة أفريقيا ما جبهاش لجماهير نادي الأهلي بس هي بطولة تحسب وتضاف لرصيد الأندية المصرية على صعيد البطولات القرية هنا مفترض أنه أنا أفهم أن امتحاد الكرة المصري يكون لي دور داعم وده يخل بمبدأ التكافؤ الفرص على الإطلاق شا ما حدش يقول لي هنا أنه لا ده كده هنا ما فيش عدالة أو ما فيش مساوية لا لما نادي الأهلي يكون ممثل مصري على تحدي الكرة المصري أنه يدعم النادي الأهلي في مهمته بصفته ممثل مصر الوحيد في بطولة الأهم على مستوى قرية أفريقيا بيكلم حضراتكم على طبعا مواجهات الأهلي في شهر مايو اللي هيبتديها بمواجهة سانداونز حسب ما أتم الإعلان عنه في القرعة وخدوا بالحضراتكم إحنا طول الشهر اللي فات ومن قبل الشهر اللي فات كمان وإحنا بنتكلم على ضغط المباراة العنيف اللي بيعاني النادي الأهلي منه واللي خلا يلعب تسع عشر مطشاط في شهر إبريل وفي شهر مايو بنبتديه بمواجهة غز المحلة في المحلة ومواجهة الاتحاد في اسكندرية ومن بعدهم نواجه زمالك وصيف البطولة حتى اللحظة أو يعني متصدر البطولة بشكل معقد لغتل المنادي الأهلي إن شاء الله ينهي مؤجلاته وبعد كده نلعب مع بطل جنوب أفريقي واحد من برضو من أبرز المرشحين في المباراة صعبة جدا وكتير من الخبرة بيشوفوا أنها نهائي مبكر فين دور اتحاد الكرة هنا؟ يعني أنا مش قادر أفهم خدوا بالحضراتكم أن الجمهور يمكن عشان مش موجود في المدرجات صوته مش واصل قوي لكن اللي يدخل على كل صفحات الفانز بتاعت النادي الأهلي على مواقع التواصل المختلفة تقريبا كل الناس بتتكلم على وجود مؤامرة ضد النادي الأهلي عشان تعطلوا سواء فيما يتعلق بمنافسته على لقب اللي بيحمله كبطل للدوري العام أو حتى في مشواره في أفريقيا ليه نوصل الأمور للدرجة جديدة؟ ليه حالة الشح؟ ليه نحط الأمور أو نحط الحاجات في إطارها غير طبيعي ليخلي الناس الحقيقة في حالة تحفز كبيرة جدا وتشوف دايما أنه في مؤامرة دايما ضد النادي الأهلي أو لعرقلة مسيرة النادي الأهلي كان مهم جدا على المسؤولين وفي ظن الحقيقة أن هما يفوتوا فرصة من النوع ده وكان الأهم بالنسبة لي كمان قبل تفويت الفرصة أنه يبقى فيه أي ملامح دعم للنادي الأهلي في مشواره بصفة ممثل مصر الوحيد في دوري أبطال على ذكر كمان اتحاد الكرة يا أحمد يمكن خلاص يعني حضراتكم عارفين أنه اتحاد الكرة وافق على تأجيل مباراة سيراميكا ومباراة ودي دجلة مع طبعا النادي الأهلي الفترة اللي جاي مفروض المباراة دول كانوا هيبقوا الشهر ده ولكن تم تأجيلهم لسه ما تحددش المعاد ولكن هيكون يعني وقت الأولمبيات يعني وقت ما يكون الحقيقة فيه مباراة أو معسكر وقت الأولمبيات وكان اتحاد الكرة لما حدت الجدول قال أنه لو حد عايز يأجل مباراة أو أي فريق عايز يأجل مباراة وما فيش مشكلة بس المباراة دي هتلعب وقت الأولمبيات النادي الأهلي حياة وافق ما عندوش مشكلة في ده وبالرغم أنه هيخسر يعني يمكن ستة من أفضل اللعيبة عنده احنا بنتكلم على طاهر وبايكم وناصر ماهر وصلاح محسن وأكرم توفيق طبعا فبنتكلم على عدد من اللعيبة المهمة جدا والعناصر الأساسية جدا في النادي الأهلي حتى لو منهم كتير بيبقى احتياطية لكن انت عندك طاهر من اللعيبة الأساسية عندك طبعا أكرم توفيق من أفضل الديفندرز في الدوري المصري بشكل عام مش بس في النادي الأهلي عندك كتير من اللعيبة حتى المباراة اللي فاتت يمكن بدأ كمان أساسي ببعض اللعيبة دي لكن ده كان حاصل في سبيل أنه النادي الأهلي فيه ضغط مباراة كبير قوي احنا مش بنتكلم على ضغط المباراة دي بنقدم مباراة لأي حاجة ده مش طبيعي ومش بيحصل في أي أو لأي فريق في العالم فأنت بتتكلم أنه في سبيل أن انت تروح مباراة كاس السوبر مرتاح شوية لأنه أساسا أنت مطلوب منك أنك تروح بدري لأن فيه مسحة طبية وفيه نظام الفقاعة لو حضراتكم تفتكروا وقت كاس العالم للأندية كانت اللعيبة برضو في نظام الفقاعة ده مهمة جدا أن النادي الأهلي يروح مباراة زي دي أو بطولة زي دي مرتاح لأن انت بتلعب ماتش على بطولة فبالتالي إحنا وفقنا أن إحنا نلعب في الوقت ده من غير عدد كبير من اللعيبة في الوقت اللي فيه كمية الإصابات دي علشان بس نقدر أن إحنا نريح اللعيبة فأنا بحاول أقول لحضراتكم الموقف علشان كمان نخف شوية انتقاد يعني أنا عارفة ودايما بقولها وعارفة ده إنه جماهير النادي الأهلي عندها فكرة المكسب دايما وأنه بيتضيقوا لو حسوا أن فيه شوية تأثير أو أن الماتش كان في قدينا أن إحنا نكسبه ولكن برضو إحنا لازم نشوف الظروف لازم نشوف حتى لو المدير الفني بيطلع يقول أنا متحمل مسئولية وأنا مش هاخد فكرة الإجهات كأنه إحنا يعني أنه مبرر إن إحنا تعادلنا أو غيره لكن إحنا كمان لازم نكون واخدين بالنا قد إيه صعب قوي إن إحنا بنلعب كل يومين وكل ثلاث أيام ماتش أنا والله ما ببقاش مصدقة اللي هو نادي الأهل يلعب النهار ده ومش كان لسه بيلعب أول مبارح الموضوع صعب ومجهد جدا وكمان في شهر رمضان الكريم قد إيه كل ده صعب جدا فلازم بس إن إحنا نبقى دايما في ظهر فريقنا ونخف كمان انتقاد شوية أنا مع أن الناس تنتقد يعني مش هتقدر لي تبناء الجمهور ما ننتقدش أنا بس ضد فكرة الضغط يعني في وقت من الأوقات الضغط ده ممكن يجيب برد فعل سلبي ما أنا أدقيت معنا وانا عاد بتفرج بدايق ولما بيقى فيه غلطة من اللعيب بدايق أكتر يعني طبيعي جدا بصفتي واحد من الجمهورينا دي لكن في المجمل لازم نعرف برضو إزاي إمتى نضغط بشكل كبير وإمتى نسند بشكل كبير الوقت ده وقت مساندة أنا عارف إنكم ممكن تبقوا زعلانين على إنه فيه نقطتين ضعوا في مشوار المنافسة على البطول لكن ده شيء وارد جدا حتى ولو كان الأهل يبلعب مش مضغوط وحتى لو كان الأهل يبلعب مكتمل الصفوف لكن لابد إنه إحنا الرعي برضو فيه وقت ملوات إنه الفرقة عليها ضغوط شديدة جدا مش محتاجة من جماهرها إنها تعمل ضغط إضافي أو تعمل عيب إضافي عليها مش راضين عن النتيجة طبعا ما فيش أهلاوي راضي عن النتيجة وكل أهلاوية كل مباراة أين كانت الظروف والمبررات عايزين يخش كل مطش وكل بطولة يكسبوها ده شيء طبيعي جدا لكن الجمهور اللي ما يسنتش وقت الزنقة ووقت الصعوبات ووقت الأزمات يبقى مش جمهور يعني أنا باعتبر الجمهور الحقيقي الجمهور المخلص واللي تعودنا طول عمرنا من جميل النادي الأهل العظيمة هي اللي بتقف مع فرقتها وقت الصعوبات ووقت الشدة وده وقت الشدة وقت الشدة لأن الفرقة غايبة عنها فرقة كاملة والفرقة بتلعب مطش تقريبا كل يومين إحنا في ست أيام لعبين ثلاث مطشات وفي العشر أو الاثنشر يوم اللي جايين هنلعب ربع مطشات اتنين منهم برأ أرضنا يعني فيهم صفر زهاب وعودة نرجع من مطشين في المحلة وفي اسكندرية عشان نلعب مع الزمالك والزمالك زي حضراتكم معارفين منافس رئيسي للنادي الأهلي وخصوصا بعد خسارته من نادي الأهلي في المباراة الأخيرة اتنين واحد هيبقى عنده رغبة شديدة جدا في التعويض وشايف أنه ظروف المنافس بتاعه تسمح له بأنه هو ينقض عليه أنا بكلم حكي بموتاه الصراحة فبالتأكيد هتبقى كمان مباراة صعبة والأهم من ده كله سيبكوا بقى متدولي وده اللي أنا شايل همه بجد وده اللي أنا بفكر فيه بجد هنعمل إيه في أفريقيا مستر موسيماني بيجاهز لمواجهة سانداونز إزاي سانداونز السنة دي فرقة محترمة جدا وأنا بشوفها يمكن حتى أفضل من الوداد والترجي الممكن يكونوا الأربعة دول مع أو التلاتة دول مع الأهلي المنافسين الرئيسيين على لقب البطولة هنلعب معاهم يوم 15 مستر موسيماني بالتأكيد يعني أنا عارف أنه الأهلي بياخد ماتشو بماتشو وما بيفكرش في الماتشات اللي جاية بس هو بالتأكيد من دلوقتي بيفكر في ماتشو سانداونز وبالتأكيد بيحاول يجهز لعبته اللي ممكن كتير منهم يبقى مجهد بشكل كبير جدا وده الدور اللي أنا كنت بتكلم فيه ومنتظر الحقيقة متحد الكرة أنه يخفف شوية أو يحاول يساعد شوية بطل مصر وبطل أفريقيا في مهمته الأفريقية مش بتكلم كده عشان يساعدنا في أن احنا نحسب نقاط الدوري لكن يبقى فيه ميزان عادل حتى في توزيع المباريات بحيث أنه الأهلي كان ممكن جدا يلعب مبارتين اللي جايين في الجولتين اللي جايين في القاهرة وتتأجل مباريات اللي في الخارج فيه وقت تاني لكن ده للأسف شديد جدا ما حصلش على كل أحوال الأهلي بمنحضر دي مقولة احنا جربناها وتعلمنا من وراها الدروس كتيرة جدا وبالمناسبة الأهلي بمنحضر وده مش رأي الوحدي رأي كتير من جماهير الأهلوية غاب معلول وغاب أيمن أشرف وغاب وحيد وظهر كوكا كوكا الحقيقة حظى بإشادة كبيرة جدا من جماهير النادي الأهلي فيه خلال فترة بسيطة جدا من ظهوره لاعب ناشئ لكنه يتمتع بشخصية كبيرة جدا قدم المطلوب منه أعتقد يسارة يمكن حتى في استطلاعات الرأي وفي اختيارات الجماهير النادي الأهلي معنا كان كوكا حضر بشكل كبير أكيد على ذكر مباراة سانداونز يا أحمد الحقيقة طبعا كلنا شايلين هم أفريقيا وشايلين هم مباراة سانداونز وشايفين أنه قدي مباراة مش سهلة وكل المباراة في أفريقيا الفترة اللي جاية مش سهلة تماما الحقيقة يعني إحنا بنتكلم على كنا عارفين أننا ممكن نقابل سانداونز ممكن نقابل الوداد ممكن نقابل تراجئ التلاتة مش سهلين أبدا ولكن النادي الأهلي يعني قدها انت بتتكلم على انه الفترة اللي جاية دي انت محتاج ان انت تركز قوي في ضغط المباريات دي وتقدر ان انت بتدور على اللقب العاشر بتدافع عن لقبك في أفريقيا وبنهور هو ده اللي هو عايزه والحقيقة بيدور على ده فاحنا بنتكلم على ان انت هتلعب مباراة قمة في الدوري مع الزمالك وبعدها تروح تلعب او هتلعب هنا مع سانداونز الاول وبعدين تلعب مباراة في الدوري وبعدين مباريات الاياب مع سانداونز هو ده عشان كده لو بنتكلم وحضراتكم فكرة الضغط أصلا اللعيبة مضغوطة بشكل كبير قوي فإن إحنا لازم نكون يعني جنبهم لازم نكون في ظهرهم لازم نكون بندعم النادي الأهلي وفرقنا الفترة دي إحنا بنتكلم أنه مباراة سانداونز أكيد مش سهلة ولكن برضو يعني فيه احترام كامل للخصم وهم الحقيقة بيتكلموا عننا بأنهم عارفين أنهم جايين يقابلوا بطل أفريقيا وأنهم وغدين يعني محضرين نفسهم بشكل كويس وبيحضروا نفسهم بشكل كويس وأنه الفترة اللي جاية فترة صعبة جدا بالنسبة لهم وأكيد صعبة بالنسبة أن احنا بنتكلم على مباراة أفريقيا بشكل عام مش بس مباراة سانداونز وأكيد عندهم فكرة دفع الثقر أنهم عارفين أنه النادي الأهلي يخرجوا مقبل كده من البطولة ويمكن كمان النسخة اللي فاتت من دور التمانية يعني المرة الثالثة على التوالي أن القرعة تحطنا في طريق بعض فالحقيقة أنه في فكرة الثقر زي ما أحمد بيقول فكرة الزمالك في الدور لا سانداونز كمان عندهم عايزين يخضوا حقهم عايزين يثقروا من النادي الأهلي وأعتقد أن من النقطة الإيجابية فكرة أنه مسيماني وجهازه المعاون عارفين بشكل كبير فريق سانداونز عارفين إيجابياته عارفين تلبياته ونقاط القوة ونقاط الضعف وده أعتقد أنه ممكن يكون عامل مساعد بالنسبة لمسيماني قبل مباراة سانداونز في إفريقيا وعلى كل حال يعني إحنا دايما كلنا ثقة مهما كان الفريق المنافس مهما كان تاريخه مهما كان تاريخه مهما كان تاريخنا معاه وإحنا أصلا تاريخنا إحنا متفوقين في سجل الموجهات مع سانداونز ولكن عندنا ثقة كبيرة أوي أنه برغم من ضغط المباريات دي اللي مش أي حد يستحمله ومش أي فريق يستحمله ولو ما كانش فيه الحقيقة مجلس إدارة وجهاز فني شغل بشكل كويس جدا وعارف كويس قوي إزاي أنه يتعامل مع الضغط ده اللي احنا محطوصين فيه غصبة عننا كأننا دايما بنقول بنتعاقب أن احنا يعني مشاركين في أكتر من بطولة وأن احنا بطل أفريقيا ما كانش الحقيقة هيبقى الأداء والشكل والنتيجة اللي احنا شايفينها بالشكل ده فإحنا لازم الحقيقة الفترة اللي جاية بنأكد على كل الدعم الفريق وكلنا ثقة طبعا في فريق نادي طبعا خلينا نقفل كلام على ساند داونز ونفتح الكلام على مطش بكرة الأهلي بكرة عنده موجهة مهمة جدا موجهة صعبة مع المحلة في المحلة يعني اللي كانوا بيشوف كرة زمان لما كانت المحلة في مجدها يعرفوا أن واحدة برضو من كلاسيكيات واحدة من المطشاط الجماهير نادي الأهلي بتبقى عاملة لها حساب كبير جدا خلينا نتكلم عليها بالتفصيل مع نجم حلقاتنا النهاردة الأهلي في رمضان حيشرفنا كابتن أحمد عادل فيه لسوديو بعد الفاصل برحب بحضراتكم مرة تانية والحياة مكملين بقى صهرتنا مع النجم النادي الأهلي كابتن أحمد عادل اللي منورنا وعندنا كلام كتير قوي وصهرة النهاردة يا كابتن كل سنة وحضرتك طيب كل سنة وحضرتك طيبة وصهرة أحمد طيب والأمة الإسلامية كلها بخير والشعب المصري كلها في أحسن حال ورمضان كريم عليك وكله وعليك يا رب وعليك طبعا يا كابتن كل سنة وطيبة ومنور الدنيا كلها وخليني أبتدي الحقيقة يمكن كنا لسه شايفين تقرير على ماطش السانداونز وأنا كنت بتكلم أنا وصارة أن واحدة من مواجهات يمكن تكون المواجهة الأهم في المرحلة اللي جاية للنادي الأهلي الاختلاف الوحيد اللي بشوفه أنه بيصب في مصلحة النادي الأهلي هو بيتسو موسيماني لأنه كان المدرب السابق لسانداونز فبتأكيد درايته ومعرفته بقدرات الفرقة ولعبتها هتبقى في مصلحة النادي الأهلي بتشوف الماطش إزاي وفرص النادي الأهلي فيها كابتن أحمد أكيد فرص كبيرة وخصوصا أن أنت كنادي أهلي بغض النظر عن مستر موسيماني أنه كان المدير الفني السابق ده بيرجح كافة أنا بشوف أن ده من أكتر الحاجات بترجح كافة النادي الأهلي لأنه هو على دراية كاملة زي ما حضرك بتقول بنقاط الضعف ونقاط الكوة في فريد سانداونز وخصوصا أن اللعيبة دي كلها يعني فريد سانداونز على مدار السنين ما بيغارش بيعملش روتاشن في العيبة كتير فأغلبية اللعيبة اللي موجودة دي مستر موسيماني كان بيمرانها لكن اللي بيرجح كافة النادي الأهلي أكبر أن أنت فريق عنده شخصية فريق عنده شخصية البطل فريق ما حقق البطولة وبتملك شخصية النادي الأهلي شخصية النادي الأهلي هو اللاعب على البطولة وأنا بعكس كل ما الناس شايفاه أن النادي الأهلي وهيبقى متأثر بالهزيمة بتاعت قبل كده لكن أنا بشوف أن اللعيبة عندها شخصية البطولة لنا أفضلية حتى في المبرارة الأخيرة مع سانداونز النوصل الأخيرة اللي كسبناها كانت يعني أكبر دليل أن اللعيبة بترد أن الجهاز بيرد على معاكس الناس ما بتقول لكن اللي بيرجح كافة النادي أهلي حاجات كتير جدا من ضمنها أن أنت فريق ما حقق البطولة عندك شخصية البطل دلوقتي في أحسن حالاتك فنيا وبدنيا برغم ضغط المباريات اللي على فريق النادي الأهلي لكن عملية الروتيشن اللي بتحصل في التشكيل اللي بيلعب به مستر موسيماني ده إن شاء الله يرجح كافة النادي الأهلي إن شاء الله بتشوف إزاي كابتل أنه بالرغم من الضغط اللي احنا بنتكلم عنه ده بقالنا فترة يعني ولسه اللي جاي أكتر ضغط المباريات كبير قوي بالنسبة للفريق النادي الأهلي ولكن برضو في البعض بينتقد لو النادي الأهلي تعادل فمرة بينتقد موسيماني بتشوف إزاي الانتقاط ده هل في محله هل هو تقييم موضوعي أصلا في الفترة الصعبة دي أنت كل يومين أو كل ثلاثة أيام مباراة؟ دي هنا بترجع برضو لأن انت رفعت سقف طموح الناس سقف طموح الناس إن النادي الأهلي وهو مرفوق الأكبت نحن سقف طموح جماهير النادي الأهلي إنه هو حتى مش متقبل النادي الأهلي تعادل صحيح فانت كلعيبة وانت كجهاز فني لما بتقعد تسمع كده يعني أنت محطول تحت مسؤولية كبيرة وانت فريق محطول البطل فريق بتكسب على طول فانت رفعت سقف طموح الجماهير فطبيعي إن النادي الأهلي يتعادل ولكن يتعادل بأسباب إيه اللي بيضايق اللعيب من جمهور يا كابتن عبد؟ عدم تقدير الموقف يعني عدم تقدير الموقف إن في ضغط المباريات إن ممكن أنا بالنسبالي لو أنت عندك كمدير فني حوالي خمس أو ست لعيبة أو حتى لو اتنين تلاتة لعيبة مؤثرين مع الفرقة مش في حالتهم فده ممكن كيرف العالي بتاعك أنت وكيرف الأداء على العموم بينزل شوي لكن مع الوقت ممكن الأهلي يتعادل أو في خسارة المباراة تلاقي المباراة اللي بعدها زيما الأهلي بيخسر من سموها تلاقي المباراة اللي بعدها بيكسب ثلاثة بيكسب أين بي ثلاثة فهنا لا النادي الأهلي عنده الميزة واللعيبة بالجهاز الفني إن هو عنده صفحة وقفلت دي اللي كان بيكلم فيها كابتن سادة عبد الحفيز إن هي صفحة وقفلت وبيفكر في الستيب البعدها أو الخطوة اللي بعدها عشان كده النادي الأهلي بياخد كل مباراة مباراة فدي حاجة مهمة إن أنت اللعيبة أنا بقول لحضرك اللعيبة عندها ميزة إنها بتعرف تفصل كويس عشان أقفل سانداونز بس وأتكلم معاك في ماتش بكرة إنه ماتش بكرة مهم وصعب إيه التشكيل أو إيه اللعامين اللعيبة اللي تحب إن هم يكونوا موجودين في سكواد الأهلي هو بيلعب سانداونز أكيد محمد شريف يعني محمد شريف الفترة الأخيرة من أميز فتراته فارق بشكل كبير جدا حتى مع التلت الأمامي النادي الأهلي هداف عنده حسة الهداف بيقدر يكسل دايما كنت تتكلم معي كابتن في السادسة إنه محمد شريف لازم يكون موجود بشكل أساسي تتكلمت مع حضرك كتير في الموضوع ده قبل كده ولو خصوصا لما كان بيعود احتياطي أو ما باخدش حتى دور وانت بتقولي أنا مش فاهم إزايد مبدأش بيه دايما وهو هداف وهو بيهدد دايما يعني مرمى الخصن وهو أثبت وهو أثبت كده يعني شريف أثبت كده وهنا لما بنتكلم نتكلم على الفرصة اللي بياخدها اللعيب لازم تستغلي ولازم تحط رجلك كويس لأن زي ما قلت حضرك قبل كده وقلت لأسوز أحمد سامير على إن اللعيبة كلها أنت عندك 25 لعيب نجم في النادي الأهلي لما بتحط أي حد لأ هو مفروض يبقى قد المسؤولية طيب قد المسؤولية وفي النادي الأهلي ما فيش لعيب أساسه لعيب احتياطي لازم بكل أي لعيب موجود فيه كاي من النادي الأهلي والله حتى لما بيطلع من الناشئين يا كابتن أحمد بنشوفه قد المسؤولية أنا عجبني جدا كوكا كوكا ماشاء الله لا لا ما شاء الله أميز حاجة عنده كوكا أنه عنده شخصية شخصية لعيب نادي الأهلي اللي هو ما بيهبش المباريات أو بيلعب مباريات كبيرة وهنا في مباريات سانداونز والمباريات الكبيرة هي اللي بتعمل لعيب هي اللي بتعمل لعيب يتحمل الضغوط يبقى عنده مسؤولية هي بتعمل لعيب وهي بتعمل مدير فاني فأتمنى إن شاء الله أن نكون موفقين بكل اللعيب أي حقير يعني شريف نمرة واحدة في اختياراتك تتمنى يكون موجود قدام سانداونز أتمنى شريف من من اللي كانوا بعاد الفترة الأخيرة تتمنى أو تسوف أن وجوده في المباراة دي يكون إضافة للنادي الأهلي أنت عندنا خط النص الحمد لله يعني حرصت المرمى الشناوي موجود أنت عندنا خط نص وتلت الأمامي الحمد لله زي الفل وعودت كمان خط الدفاع لسعد سمير ورمي ربيعة إضافة كبيرة برضو لخط الدفاع مع تأمين من الشناوي من وراء فأنت عندك كل الخطوط أنا كنت سعيد جدا بالعودة سعد سمير عودة سعد سمير عودة رمي ربيعة رمي برضو من أول ما رجع الحقيقة وحط رجله في الملعب الحقيقة ما تهونش في الفرصة والحقيقة بيقدم مستويات أكتر من رائعة دي الفرصة اللي كنت بكلم معاكم عليها أن لازم لما حط رجلي لازم لما بلعب عند الأد المسئولية وهنا المنافسة هنا المنافسة بيننا كزميل مع بعض دي بتصبه في مصلحة الفريق يعني كنا عندك ياسر إبراهيم عندك سعد سمير موجود بدر بنون أيمن أشرف أنا بشوف أنه دول من أقوى خمس قلبة فعف على مستوى أفريقيا صحيح فده كله بيصبه في مصلحة الفريق مباراة غزل المحلة بقى بكرة معروف قدي فريق غزل المحلة على أرض وبيعمل مباراة كويسة الدوري ده أو الموسم ده قدر أنه يفوز على الزمالك ويتعادل مع بيرميدز شايف إزاي المباراة فنيا بكرة بالنسبة للنادي الأهلي وغزل المحلة بص في مباراة غزل المحلة يعني كمدير فني الغزل المحلة هو مش مستني يقول اللعبة تركز إن أي مباراة للأهلي بالذات هو كل اللعبة مركزة كل اللعبة ده اللي هيواجهه لعيبة الندي العيب بيبتدي السيزن مستني ماتش الأهلي كله مستني ماتش الأهلي كل اللعبة أي فرق وده مش تقليل منهم لا 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 فرصة تزور أمام بطل أفريقيا وبطل مصر فعلا فرصة أي لعيب يعني بصبت نظر عن تيشرت النادي اللي هو بينبسه بينبسه طبعا دي دي وأنا جربتها حتى لما خرجت بره النادي الأهلي المدير الفني مش مستني من اللعبة اللي هي تقوله ماتش الأهلي ركز إنه مبادري مثلا لازم تبقى مركز في المباراة هتلعب لأن النادي الأهلي وتشكيل النادي الأهلي هو كتاب مفتوح كتاب مفتوح لكل الفرق اللي في مصر معروف كهرباء لما بيلعب معروف محمد شريف لما بيلعب معروف السولية لما بيلعب فأنت هنا مع لعيبة المحلة لازم من أول في المباراة دي أن أنت تخلص المباراة بدري تخلص المباراة بدري وتنزل تفرض أسلوب لعبك لأن أنت لو غزل المحل عد ربع ساعة تلت ساعة والنتيجة سلبية هتخش في مشاكل وفي مباراة المباراة هتبقى الأمور متصعبة عليك طيب إحنا في السادسة معاودين جمهور القناة إن إحنا بنعمل استفتاء بعد كل مطش بيلعبه وبتلعبه الفرق والجمهور بيختار أفضل ثلاث لعيبة من وجهة نظر وفي جدولنا إحنا جدول السادسة أول أفضل لعب يأخذ ثلاث نقط وتانية أفضل لعب يأخذ نقطتين وتالت واحد يأخذ نقطة واحدة هنشوف معاك آخر مطشين إحنا من يوم الحد اللي فات لما كنت أنا وصارى موجودين في الأهلي في رمضان لغاية النهاردة عملنا استفتائين على مطش أمبي ومطش المصري المطشين للأهلي كسبهم خلينا نستعرض النتائج ونسمع تعليقك وتقول لنا إيه رأيك فيه اختيارات جمهور النادي الأهلي وهبدأ مع حضراتكم بمطش أمبي الأهلي قدم فيه واحدة من أفضل مباريات وأعتقد ده رأي كان رأي أغلبية يعني اللي اسمعتهم من نادي الأهلي في المركز الأول كان أكتر لعب محير لجمهير نادي الأهلي سيزن ده حسين الشحات لعب في لحظات معينة بتظهر إمكانياته وهي إمكانيات غير طبيعية نتمنى الحقيقة أنه يوصل لقمة مستوى وأنه يبقى فيه سبات في الحفاظ على المستوى اللي يوصله لأنه الشحات هيكون إضافة كبيرة جدا لقدرات النادي الأهلي الهجومية الشحات بإجماع الجماهير النادي الأهلي في مطش أمبي فاز بالمركز الأول وأول ظهور للشحات من بداية السيزن في جدول الترتيب العام في المركز الثاني عودة حميدة للسولية واحد من أهم وكان الحقيقة يمكن واحد من أهم أسباب فوز النادي الأهلي بالسولاسية في الموسم الأخير السولية الحقيقة اللي ظهر وانا يمكن أشدت بيه جدا في المباراة دي وقلت أنه ده السولية اللي احنا نعرفه فاز بعد منافسة شارسة الحقيقة جماعيته بالشحات فاز بالمركز الثاني وخد نقطتين وأضاف لرصيده نقطتين في جدول الترتيب أما الحقيقة شقول مفاجأة لأنه الحقيقة برضو بإجماع الجماهير كان كوكا الواعد أو الصاعد الواعد هو اللي احتل المركز الثالث وبرضو بيظهر لأول مرة في جدول الترتيب الشحات بالنسبة لك إيه كابتر أحمد؟ لا أنا حسين ما تكلمت عليه بشكل كبير جدا من المهم أن الناس حط عليهم مسؤولية كبيرة جدا اتجاه الفرقة اتجاه المباريات أن أنت حسين لعب مش كمتك التسوئية عالية جدا إمكانياتك حتى اللي المفروض يعتمد عليك فيها المدير فني لازم تظهر في كل المباريات لكن ممكن أداء محير شوية أنه هو بيبعد حسين أنا بشوف أنه بتأثر نفسيا شوية بيتأثر بالضغط حتى اللي بتحط عليه بتأثر بالتصريحات لكن إمكانياته بتظهر في المباريات أن أنت بتشوف مثلا يعني تيه مطشط كتير جدا ولقطات كتير جدا لحسين بتقولك أنك أنت عندك موهبة يعني جمدة جدا عندك لعيب عنده قدرات خصوصا في المباريات اللي بتبقى صعبة ومباريات اللي بتبقى تقيلة أنه يكون حاسم وأنه يكون مؤثر وأنه يكون مبدع إنجاز التعبير كمان السؤال اللي بتسأله أغلب جدا أنا بكلمك بمنطقة الصراحة وده لسن حال جماهير نادي أهلي السؤال بتسأله جماهير نادي أهلي ليه حسين ما عندوش ثبات في المستوى ليه مردود حسين في كل مباريات النادي الأهلي مش نفس المردود ما أنا زي بقول لحضرتك إن مليون في المية حسين بيتأثر بيتأثر بردود الأفعال هنا لازم حسين يقفل على نفسه شوية لازم يقفل على نفسه حتى السوشيال ميديا ما يبصله يركز في الملعب زي مكان مركز أو الحاجات اللي كان معتد عليها إنه كان بيعملها إنه هي بترفع مستوى إنه هو لعيب الكورة وخصوصا في النادي الأهلي وإنت كحسين الشحات على مستوى النادي الأهلي وعلى مستوى منتخب مصر أنت لعيب كبير الناس طلب منك حاجات كتير جدا جمهير الأهلي طلب منك حاجات كتير جدا لازم تبقى قدها لكن حسين أنا شايف إنه هو ممكن يكون مركز برا الملعب مع التصريحات مع الانتقاضات اللي بتعرض لها فدي أكيد هتأثر عليه بصورة سلبية مع بعض اللعيبة برضو اللي بتدي ودنها للإعلام أو للضغوط أو للتصريحات اللي هي غير بنائة لكن كحسين اللي أنا يعني واثق في إمكانات حسين إنه الفترة اللي جاية يكون إضافة لخط هجوم النادي الأهلي وهنا حسين بيظهر على بعض الفترات بأهداف يعني ممكن أداء وممكن ما بيرضيش جماهير النادي الأهلي شوية لكن بيقدر يجيب أهداف وخصوصاً ده ظهر في مبارات سموح أنت بتشوف حسين أول نص الساعة ممكن تحس إن هو مش موجود في الملعب بس في لقطة أو في كورة يبقى يقدر يعمل لك هدف يبقى يحرز هدف صحيح فأكيد هو على العيب مهم يعني كوكا أنه يفوز بتالت أفضل لعبة في المبارات مفاجئة بالنسبة لك على اللي أنا شفته من كوكا لا يعني اللعيب عنده شخصية يستهلها هو يستهلها ودي أكبر أنا بشوف أنه أكبر مكافأة لي اللي ممكن يكون مفاجئة ليك إنه يكررها خلينا نسمع نتيجة ماطش أمبي نتيجة ماطش المصري ونكمل كلامنا مع كابتك طبعاً يعني على حسب حضراتكم شفتوا مين أفضل ثلاث لعيبة في مبارات المصري كان في المركز الأول اللي أخذت ثلاث نقط كاملة طبعاً الهداف كابتن محمد شريف الحقيقة كان مؤدي بأداء كبير جداً وكل جماهير نادي الأهلي سعيدة بالأداء اللي محمد شريف بيقدمه الفترة اللي فاتت بشكل كبير قوي والثبات في المستوى والاستمرارية في التهديف اللي دايماً بنتكلم عليها بنسبة لمحمد شريف جيه في المركز الثاني المتقلق طبعاً كابتن أكرم توفيقه اللي بنشوف بيكتهد لحد آخر دقيقة من لعبه في الملعب وعامل يعني أداء ولا أروع مع النادي الأهلي وزي ما أحمد قال في المركز الثالث بيتكرر كمان كابتن كوكا الواعد كنا بنتكلم من كابتن أحمد عادل أنه هو بيتكرر تاني هو شكل وعد فإحنا بنتكلم أنه كوكا دلوقتي الحقيقة فيه كتير قوي من الجماهير شايفة شايفة الأداء اللي بيعملوا شايفة أنه هو بالرغم أنه لسه صغير يمكن في السن شوية لسه جديد بالنسبة للفريق الأول مباريات يخدها وراء بعض ولكن لا يعني يمقدي بشكل كويس قوي وفيه زي ما حضرتك قلت شخصية أنه هو مفيش فكرة الرهبة مش هاية بالموضوع بالزبط لا هو كوكا فعلا كوكا فعلا زي ما بيقول لحضرتك الميزة في كوكا أنه هو محافظ من مباراة لمباراة بقدر يتقلق وحافظ على مستوى وهنا ربنا يحفظه بعد عنه الإصابات مهم جدا سبت مستوىك على مدار السيزون كله يمكن فيه لعيبة كتير جدا بتلعب مباراة واثنين وثلاثة وبعد كده كيرف المستوى بينزل تاني لكن كان أنت بتلعب في النادي الأهلي وعندك شخصية النادي الأهلي اللي أنت ظهرت بها لازم تحافظ عليها طول الموسم لأن أنت برضو لازم هنا يبقى عنده دراية كاملة أنه هو بيلعب مكان علي معلول فهنا أن الناس تحط كوكا في الحتة دي وممكن تكون نستعليش هو مركزه أساسا كابتن أحمد هو بيلعب دايرة بيلعب اتكاز كوكا أساسا بس المسلماني موظفه باك شمال هنا ما أنا بقول لك هنا دي بتدي أفضلية كل اللعيب مع الموديل الفني زي أيمن أشر ممكن يلعب كسير دباك وممكن يلعب كباك لفت صحيح هنا المرونة وهنا أكرم دي بتحسب لللعيب لما تقدر توظفه أكرم توفيق أكرم توفيق ممكن لعب باك رايت ممكن لعب دفندر طبعا ففيه لعبة كتير جدا بتسهل حتى على الموديل الفني صحيح في النهاية تقدر تحرك مجوة الملعب زي ما حصل مع أكرم في مباراة المصري يعني كان بيلعب دفندر وبعد كده لقى راحت باك رايت وبعد كده رجعت دفندر لف على المركز كلها انتشر في الملعب لا بيبقى فيه صغرات بيبقى فيه صغرات حتى في المباراة أكرم توفيق كنت باسألك يستحق المركز الثاني في مباراة المصري أنا أكرم أديله حتى مركز الأول يعني أنا بالنسبة لي أكرم على المجهود اللي بيبذوله على ما بخلش بنقطة عرق حتى لو كورم أنا أنا اللعيبة حتى لو كورم مش ماشي معاك لكن معدلاتك جاري عندك بتقدر أنت تتعوضها لكن في مباراة المصري كان قد المسؤولية كان قد المسؤولية ومن أفضل اللعيبة كان جندي مجهول فعلا في مباراة المصري ممكن شريف أوه عشان أحرز الهدف لكن كان فيه أحسن عند شريف فيه أحسن لكن بشوفه على مستوى الفني والبدني كان أكرم توفيق وما بتهيدي كمان لسه طبعا نتيجة الجونة هنعلنها لحضراتكم في الحلقة اللي جاية الظهور اللي جاي بس أنا ما عنديش شك كمان أنه أكرم كان واحد من نجوم مباراة الجونة الحقيقة قد مباراة أكتر من رائعة الحقيقة مكتسح بشكل كبير أعتقد أنه هي بمركز أول هو الحقيقة من الأول ما بتدينا السيزن في كل مطشط الأهلي اللي عبها وعملنا السفتاء العيبة بتاعت الندي الأهلي على السادسة الأرقام اللي احنا وصلنا لها النهاردة في جدول الترتيب بتعكس قد إيه الحقيقة أن الجمهور عنده سنس عالي جدا ولو سألت أي خبير وأي حد من جوا المطبخ رأيك أو تقييمك للعيبة بتاعت الندي الأهلي مش بكلم انطباعات يا كابتن أحمد بكلم عن أراء وتحليل وأرقام هتلاقي أن الجمهور الحقيقة عنده درجة حساسية عالية جدا أنا أستعرض مع حضرتك ومع جماهير النادي الترتيب اللي وصلنا له بعد ما اتكلمنا أنا وصار عن مباراتي الأهلي مع المصري والأهلي مع أمبي في صدارة الجدول ويمكن اللي يكون وحيد ومفرد ومبتعد عن أقرى منافسي كابتن محمد الشناوي برصيد 20 نقطة شريف بيقفز للمركز الثاني بعد ما خد 3 نقاط وضيفت لرصيده ووصل رصيده ل 15 نقطة احتل بيهم المركز الثاني في المركز الثالث جه بدر بنون أو مازال تراجع بقى بدر بنون لأنه بدر كان مركز الثاني بعد شناوي تراجع للمركز الثالث برصيد 14 نقطة أليو دانج في المركز الرابع 13 نقطة أيمن أشرف في المركز الخامس 11 نقطة والفروط طبعا من الثاني للخامس وحتى لو تبعنا بقية الجدول مع حضراتكم هي نقاط بسيطة جدا يمكن نقطة بتفرق مركز عن مركز دول أفضل خمس لعبين لغاية اللحظة اللي منكلمك فيها ولغاية انتهاء مباراة المصري من وجهة نظر جماهير الندي الأهلي شناوي شريف بدر ديانج أيمن أشرف هنا أنا بشوف أن أتلاقي من اللعيبة دي هو عندهم شخصية أنا دي الأهلي اللعيبة دي وممكن تضيف لهم برضو السلية هو وراهم أفشا معلول كهربا وليد أجاييه طاهر أكرم هاني حمدي فتحي عمر السلية ياسر إبراهيم علي لطفي رامي ربيع الشحات الشحات اللي ظهر لأول مرة زي ما قلت في الجدول باكهم وبعدين كوكا هنا زي ما بقول حضرك حتى لو هتلاقي بالترتيب ده بيرجع بيصبه في قط اللبس قط اللبس النادي الأهلي هنا شخصية البطل شخصية البطل على كل الأسماء اللي حضرك وانتهى هنا شخصية النادي الأهلي هنا قطة لبس النادي الأهلي اللي بيقودها محمد الشناوي القيادة مش ملعة أو التصنيف اللي حضرك بتشوفه ده مش ملعة مش 90 دقيقة بس مش 90 دقيقة ولا حتى قدام رأى كواليس كتير جدا كواليس كتير جدا هي عنده شخصية القائد محمد الشناوي وخصوصا انه هو بيبقى اخر راحت في المعبى هو اللي بيقود الفرقة كلها حتى في المباريات حتى في قط اللبس هتلاقي لا في قائد لا في أي من أشرف قائد هتلاقي اللعيبة دي بيبنى عليها في الملعة مين كان قائد في فرقتك كابتنه مين كان لعيبة كلمته مسموعة في قط اللبس تريكة طبعا تريكة طبعا وقل جمعة شادي محمد كان فيه لعبة كتير واللعبة تحترم بعض وانت بتتكلمي كابتن عن شخصية البطل وحضرتك واحد من نجوم النادي الاهلي ايه القيم اللي اول من اللعب يوصل النادي الاهلي بيكتسبها من النادي الاهلي تبقى فيه شخصية البطل أنا بشوف ان اي حد بيخش قدت لبس النادي الاهلي هو بيتطبع بطبع نادي الاهلي بيتطبع بطبع شخصية البطل لان انت بتشوف حتى اللعيبة الكبيرة ان هي اكبر مثال ان احنا انا بشوف ان النادي الاهلي بجهازه بمجلس ادارته بلعبته ان هم ماشيين زي على قضيب قطر اللي عايز ينزل من قطر ينزل لكن احنا مكملين في نفس الاتجاه حتى اللعيب اي لعيب موجود داخل قوضة اللبس النادي الاهلي لازم يمشي على مبادئ النادي الاهلي ولازم يمشي على قواعد النادي الاهلي بعكس ذلك انت بتنزل دي حاجة انت بتخسر اللعيب هو اللي بيخسر النادي الاهلي ما بيخسرش النادي الاهلي هو بيتخسر ما بيخسرش لكن هنا اللعيب النادي الاهلي بيفضل مكمل قواعد النادي الاهلي مكملة مبادئ النادي الاهلي مكملة هتلاع حتى مجلس الاقدارة مكمل في طريقه واللعيبة مكملة أي حد غير ذلك هو بيبعد عن النادي الأهلي والنادي الأهلي بيفضل مكمل لكن اللي بيخسر هو اللعيد مش النادي رمضان عند كابتن أحمد عادل رمضان بقى بأكلاته بصحوره بفطاره بمسلسلاته كلامنا متواصل للأهلي في رمضان مع نجمينا النهاردة كابتن أحمد عادل بس بعد الفاصل ان شاء الله العشرة بتاعتنا يا أهلي أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية طبعا برحب بضيفنا ونجمينا النهاردة كابتن أحمد عادل منوارنا كل سلام أنت طيب مرة تانية كابتن أحمد ونبعد مش بعيد قوي عن الكرة بس نتكلم شوي عن رمضان معاك وتخوص رمضان ومسلسلات رمضان وأكلات رمضان ومناسبة أكلات رمضان بيتضمننا دلوقتي الشيف محمد عبدالباقي بسهل خير يا شيف محمد وأهلا وسهلا بك معنا بسهل خير يا سارة بسهل خير يا شيف منوارنا جبنا سيفتك بكل خير أول ما ابتدنا الحلقة أنا أتكلم على الطعمية في البريك أنا الطعمية أنت عشان أنت المر فادي ما عملتهاش أنا ما دقتهاش كمان مرة دي بقى تعمليها ودقيها أنا اللي هعملها وتوزينا شوية في الكمية يا شيف محمد أهلا النهاردة في زيادة علشان في حد بيأكل كتير طبعا أهلا وسهلا بيكم أنا قبل بس ما ننقل على رمضانيات أنا بس عايز أحض رأيك في كمان خبر بتاعي لي يمكن كان حلم لديلك والأجيال اللي قبل منك لعبت في نادي الأهلي أنها تلعب في استاد اسمه استاد النادي الأهلي ودي الخطوة اللي خدها يمكن مجلس الإدارة واللي تابعها وطابعها كل الأهلوية مبارح بوضع حجر الأساس الخطوة الأولى في أعتقد يعني خطوة تاريخية بالنسبة لكل أندي المصرية وللنادي الأهلي طبعا بالإعلان عن تشريد استاد النادي الأهلي رأيك إيه وانطبعاتك إيه أكيد حاجة مشرفة للنادي الأهلي ومشرفة للتاريخ النادي الأهلي يحسب طبعا لمجلس إدارة النادي الأهلي وهو وضع حجر أساس استاد النادي الأهلي اللي مش بعيد عن طموحات النادي ومبادئ النادي وأهداف النادي حاجة كبيرة مشرفة لجمهير النادي الأهلي على كل أهلاو انه هو يفخر بها أكيد يعني تفرق مع اللعيب وهو بيلعب في استاد بتاعه يعني طبعا الأهل ويقى السلام دلوقتي بنشوفه استاد عنده أو فيه شخصية الأهلي وفيه روح النادي الاهلي وبالتأكيد فارق مع اللعيبة انها تلعب في ملعب هو ملعبها بتفرق مع اللعيب فكرة الملعب بتاعها والاستاد بتاعها والمدرجات بتاعته يعني بالتأكيد انت اكتر حد ممكن يقول لنا بما انك انت حسيت الموضوع ده اكيد اكيد معنويا اكيد معنويا وخصوصا حتى وانت داخل قط اللبس وانت اصلا بتتمرن في الاستاد بتاعك ان شاء الله يبقى فيه تواجد جماهيري حتى في مباريات افريقيا وانت بتلعب في الاستاد بتاعك وانت بتتمرن حتى في قط اللبس الاجواء حتى قط اللبس بيبقى عليها شعار النادي الاهلي في اي مكان انت موجود فيه انت في الاستاد بتاعك ده بيديك واحسسك كمان انك انت نادي بمواصفات عالمية يعني النادي الاهلي لما بيبقى يعني بيعمل خطوة او بيعمل حاجة بيبقى دايما بيحسسك انه نادي لا يقل عن كل أندية الكبيرة البارسة المانيو ريال مدريد يعني بتحس انك انت في سكيل تاني في مستوى تاني خالص ما هو ده ده بيديك فخر يعني بيديك فخر حتى ان انت كلعيب ان انت بتنتمي للنادي الاهلي بكل الامكانيات دي ده ده لكل طبعا عن انت زي ما بحضرك بتقول بايرن عنده الاستاد بتاعه طبعا ريال مدريد عنده الاستاد بتاعه كل فرق العالم عندها الاستادات بتاعتها فدي حاجة اكيدة هتضاف لتاريخ النادي الاهلي والمبادئ وقوية من النادي الاهلي اللي بيمشي عليها مجلس الادارة بقى اهدفها حاجة تضاف لتاريخ النادي الاهلي اكيد الاستادة يبقى احلى كتير يعني قدنا نتفق بالجماهير النادي الاهلي وليبقى لها فترة غايبة والجماهير بشكل عام بقى لها فترة غايبة عن الكرة شايف قد ايه كان يفرق جدا وجود الجماهير او يفرق مع لعيبة النادي الاهلي وهي بتلعب في وقت زي ده وضغط موريات كبير وبتمثل قد إيه يعني دعمهم للعيبة؟ هو أكيد تواجد الجماهير النادي الأهلي هو كان بيأثر حتى على الفرق منافس النادي الأهلي لما بيشوف تواجد جماهيري بتكلم في 60 أو 60 أو 50 ألف متفرج لما بيوجودين ده بنشوفه في مباراة أفريقيا بيديك أنت الأفضلية وخصوصا جماهير النادي الأهلي إنها لا تكل ولا تمل طول 90 دقيقة طول 90 دقيقة ما حدش بيقعد لكن ده بيديك أفضلية بيديك رهبة حتى للفرق المنافس النادي الأهلي ده حتى بينزلك المباراة حتى وإحنا في التسخين يمكن 60 ألف أو 70 ألف بينادوا عليك أنت كالعيب حراك الصخرة سيما بيقوله طبعا هاي لو أنت نزل الملعب يعني عيشت دوت إحنا كنا في مباراة برشلونة كان في حوالي 100 ألف أو 110 ألف في استاد كاهرة وكلهم أهلي فكت حاجة طبعا حتى فريب برشلونة اللي هو النادي الأهلي ده إيه في مصر أو في أفريقيا بالقاعدة الجماهيرية دي كلها لكن دي حاجة بيتققلك أنت كنادي طبعا ويتققلك أنت كلعيب حتى وإنت بتلعب وبتسبب ضغط على الفرق المنافس أن أنت بتنزل المباراة معنويا أنت كسبان 50% مع شيرة النادي أهلي مع طموح النادي الأهلي مع أداء النادي الأهلي بيقدر يسهل عليك المباراة من أكتر المباراة اللي بتعتز بيها دايما يكابت المباراة برشلونة أكيد طبعا مباراة للتاريخ مباراة التاريخ وخصوصا الحمد للهنا في تاريخ لعبت مقاويتين مقاوية النادي الأولمبي ومقاوية النادي الأهلي هنا لعبتها مع النادي الأولمبي ضد النادي الأهلي ومباراة النادي الأهلي لعبتها مع برشلونة وفيه كانت مباراة تانية بين فيكا لعبنا برضو بين فيكا في المباراة تانية فدي من ضمن مباراة اللي بتعتز بيها أكيد ماتشات رمضان تفتكر منها حاجة؟ مطشات رمضان أفتكر منها أسك طبعاً أسك في أبيجان لأن هنا كان فيه كان مستر مانوان عايزنا نفتر نفتر لكن أبو تريكا كان ليه على الراجل شوي بيسمع له يعني بيسمع له وقال له حتى إحنا كنا بنصلي الفجر اليوم دوت كان وقل الجمعة مجمعنا بنصلي الفجر في طرق يوم المطر يوم المطر يوم المباراة كنا بنصلي الفجر كلنا حتى أبو تريكا أخد رأيين أنتو الراجل تفتروا ولا تصموا أنت قلت طبعاً نفتر أنا قلت نفتر أنا على الأغلبية الأغلبية قاله نفتر أنا قلت لتريكا سيبني أصلي وقال لك بعد لا لا فكان أحسن اختيار بصراحة أن إحنا فعلاً تريكا قعد مع الراجل قال له إحنا الفرقة كلنا إحنا نمكن أول مرة كان من الشخصيات الكلمة كلمة ياخد قرار قرار فهنا إحنا زقنا عليها أبو تريكا شوي يعني فقال لنا لأ خلاص أنا أخدت قرار من الراجل اللي إحنا إن شاء الله هنصوم ويمكن كسبنا المباراة دي واحد سفر وكان فريق أسك أبي جان بقاله 14 سنة ما بيخسرش على ملعبه يا بيتعادل يا بيكسب الحمد لله كان في دور 16 في دوري أبطال أفريكا واتأهلنا بيه لدور الثمانية يعني الهدف دوري أبو تريكا وكان خير علينا أكيد حالة الصيوم أكيد إيه تصدتك مع المطبخ في رمضان لا أنا مطبخ بقول بس لا أنا أكل بس ما عديش حتى مطبخ أكيل طب يا كابتن أحمد لا أنا لأيه أكلات معينة يعني أنا لأيه أكل معين هو صعب شوي يعني صعب على على مراتي يعني بس هي يعني حبا بتعملهولي بتعملهولي إيه الأكلات دي هكذا أكيد مع محشي يعني محشي صعب المحشي تهالي سهل يعني أي حاجة صارب بسبالك سهلة طبعا طبعا ننبطيه السؤالة سهلة سهلة في الأكل صح إيه غري المحشي محشي كرومب منبار تمام احنا عندنا في سكندرية أوزبون منبار في سكندرية إيه؟ إسمه كده؟ إنت عندكو كتير يعني أنتو الجبنة الرومي بتهالي بتقولوا عليها توركي جبنة توركي آه لأ أنا عيش في الكاهرة خمستاشر سنة فطبعت شوي إنت عندك القموس آه عندي عندي آه آه أتعلم ده و ده أجي الكاهرة أتكلم لغة هنا وتتكلم لغة هناك لا والجنيه جني جنيه والشاي شاي شاي فيه حاجات كده إسكندراني إسكندراني أحسن ناس طبعا فيه حد من العيبة بيعمل أكل بيطبخ بيأكلكم أو أكلكم مرة قبل كده بيعمل أكل شطر يعني؟ لا أنا بحكم إن أنا كنت عادة أنا واحد متصديق في شقة لوحدينة آه كنت صدي بيعمل لك أكل بقى خلي يطبخ بقى خلي يطبخ آه بيعمل أكل حلو آه بيعمل أكل يعني هو تعليق هو أجان عايز يعلمني لأننا عادين لوحدين يعني فأيقول لي كل يوم أنا هعمل أكل فأقول له آه أنت لديه لا إينو إينو في معسكرات إينو وبيعمل أكل آه يعني إينو يعني يشوت وبيعمل أكل آه يشوت في الأكل بمناسبة التلفزيون بقى في رمضان بقى تشوف أكتر مباريات ورياضة ولا مسلسلات ولا الاتنين بقى لا هو رمضان ليه تكوسه يعني ليه تكوسه يعني ببعد عن الرياضة شوية آه مسلسلات يعني مسلسلات مع قرآن طبعا أكيد يعني مع قرآن طبعا دي قبل الفطار لكن فيما بعد الفطار يمكن بجانب شغلي شوية آه مسلسلات ومسلسلات معينة اللي هي اللي تتفرج على إيضا اللي هي الاختيار ده دي حدث أكيد مهم في في تاريخ مصر في رسالة كبيرة في المسلسل رسالة كبيرة ومستعد الدرامي شوية آه لعبة نيوتن بتاع المونزكي انت عايش مع حزم وهنة حزم وهنة مصر كلها عايشة مع حزم واحد من المسلسلات طبعا أنا بشوف كمية كوميكس على المسلسل ده عشان أنا مش بتابعه بس بشوف تريقة مش تريقة على طبعا الأبطال يعني مونزكي أكيد عاملة حاجة كبيرة وكل أبطال مسلسل بس بشوف يعني على أحداثه هو بيناقش حالة يعني هو الميزة أن المسلسل بيباليها ده أنا مش ضد مسلسلات البلطجة والضرب والحاجات دي لأن انت بتنقل صورة برضو الدراما المصرية يعني هنخدش بالدراما شوية إن هي بتدي طابع الشارع المصري الشارع المصري وفي اللعبة نيوتن اللي كان جميل فيها إن هي بتنقش قضية قضية لأن أنا عيشت ده شوية إن أنا كنت عايز أطلع بره أنت شخصيا رد بموقف زي ده موقف زي ده إن أنا كنت عايز أطلع بره إن أنا ابني أو بنتي ياخده جنسي بره بره ياخده جنسي فعيش ده وسألته ويمكن دخلت ده اللي شدني لمسلسل إن ده بيناقش أواضي كتير جدا ما تتعلق بالشارع المصري على الجانب الآخر اختيار طبعا دي حاجة طبعا اختيار اتنين وإنت متعاطف مع مين بقى حازم ولا مع هنه ولا مع مؤنس لا مش عايز يقول حايف يقول عشان اللي أنا قلته أوله في البريك لو أنا بقى مؤنس لا مع حازم طبعا ضد الرأي يا أستاذ أصور لا هي مصر كلها ما حازم تطمن ما تقلقش يعني أكيد رجالة لا طبعا مع كامل احترامي المونزاكي واحد من أرواع أدوارها وهي واحدة من أهم من أجمات رمضان أنا محبت محمد ممضوح جدا ومحمد ممضوح لأهو الكروكل الكست وفراج طبعا وفراج عامل دول العالمي محمد ممضوح مونزاكي فراج مفنم عاملين أدوار والخدامهم طبعا فيه دراما وفيه قصة وفيه موضوع يعني فيه مساحة للمؤسس اللي عايز يبدع إنه يبدع والحقيقة هم التلاتة أجادوا بس برضو ما يمنعش إن مصر كلها ما حازم ما حازم كلنا ما حازم أنا كده أتخرج على المسلسل عشان برضو أقول رأيي يبقى متأكدة منه بيدي الصحابة اللي لازم تتلمي معاهم في رمضان كابتن أحمد وكورة ولا مبارك كورة يعني الناس القريبة من أحمد عادل لا الناس القريبة مني في اسكندرية شوية صحابي فيه طبعا العجيزي من كورة طبعا ده ده أقرب حد ليا مبارك كورة بقى فيه فيه كابتن قوشا ده المدير الإداري بتاع نادي القلومبي حموكشا نينو فيه محمد صلاح اللي هو الباكليفت كابتن حسن شي حياتا فيه أسماء كتير جدا عشان ما نساش حد بس فيه كيمو صحبي رمضان اتغيرك كابتن أحمد يعني بتحس انه طبعا يعني جائحة كوفيد دي طبعا أسرت بشكل جيد جدا في حيات الناس عموما وبتهقلي كما أسرت شوية في رمضان وعايز عارف رأيك هل في حاجات تتغيرت في رمضان اللي انت تعودت عليه طول عمرك بتقوصه بالحالة اللي بيعملها ولا شايف انه رمضان لسه زي ما هو لا والله عشان كن صريح معاك حاسس انه ممكن رمضان خيره قل شوية يعني خيره عن السنين اللي فاتت يمكن ده مدي حزر شوية ودي حاجة إجابية ان احنا كشعب أو أو ك بتجهنا لنظافة كل حاجة في البيت والنظافة الشخصية والإجراءات الاحترازية ودي دي كات حاجة مهمة كات حاجة مهمة ده الجانب الإيجابي لكن على الجانب الآخر ممكن خير رمضان ممكن يكون قل شوية حتى في ثلوكيات الناس حتى في الصلاة ممكن يكون الناس مخلي بالها شوية فما تبقاش فيه صلاة جامعة بأعداد كبيرة جدا فدي حاجات مأسرة يعني أكيد أي أكتر حاجات أصلا بتحبها في تقوس رمضان يعني فكرة مثلا صلاة الترويح الكرآن المسلسلات يعني فيه كذا حاجة في رمضان أي أكتر حاجات تبقى مستني رمضان ييجي عشان هو التجمع التجمع العيلة اللمة العيلة الصحاب حتى لعب الكورة مع بعض ان احنا بنجمع حتى أنا الفترة الأخيرة بيت بجمع كل الناس اللي هما الجيل بتاعي من زمان نجيل 84 و83 بينك بنتجمع وبنلعب كرة مع بعض وبنفطر مع بعض وبنتصحر مع بعض فدي عزوما فيها أربع أشخاص تختار مين يكونوا عزوما من كابتان أحمد عادل تعزمهم مع الفطار مين يكونوا موجود فيها الكرة ولا بره الكرة زي ما انت تحب من صحابي يعني يعني اللي انت تحب ان هما يكونوا موجودين معاك على الفطار هو اللي أنا كنت بتمنى والدي الله يرحمه الله يرحمه كنت تماما هو يبقى موجود معاك يمكن عشان مش عايزة أقلبها شوية لا إزاي ربنا يرحمه أكيد نتعيله في الأيام المفترجة دي العجيزة طبعا ده من أهم الناس اللي في حياتي كيمو صاحبي ده عشرة عمري بجانب طبعا والدي والدتي يعني والدتي طبعا ربنا يخلي هالي دي من أهم الناس اللي في حياتي فيه كابتن قوشة بقى ده طبعا شخص عزيز عليا جدا وفريد طيب ومناسبة اسكندرية اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليها ويا بلنك استكوز على التليفون كابتن أحمد حسن استكوز يا كابتن أحمد نساء الخير وكل سنة وأنت طيب الله أكرم كابتن أحمد المهم خير يا كابتن أحمد طيب التليفون فاصل هنحاول نتواصل مرة تانية مع كابتن أحمد حسن اتمنى إن شاء الله هيتم خير لا ما انت مش كازم مصر كلها يعني هو قالك أربع أشخاص عزوما الأولانية وبعكا تعمل أعزوه تانية فهنا برضو ايه أربع أشخاص دي الأعزوه ورمضان بيحب اللما يا أحمد أربع أشخاص بس ما أنا قلت برضو على الدايق كده عشان منكلفش راجل كتير مناسبة كلام على اسكندرية كتير زكرياتك بقى مع الأولمبي السكندرية أكيد زكريات كتير وإنت بتعتز إن كنت في النادي لا هي من أحلى سنين حياتي من أحلى سنين حياتي وخصوصا إن هي هي اللي خليتني أنتقل للنادي الأهلي على مستوى مدربين على مستوى التربية اللي أنا تربتها داخل النادي تربتها على أسس وما تختلفش على النادي الأهلي ما تختلفش على النادي الأهلي إن أنا يبقى عندي أصل مع النادي إن أنا بدي نادي أقصى مع عندي وخصوصاً حتى مش بالمقابل المادي ممكن أنا كان فيه لعيبة بتاخد أرقام جاية مغتاربة من برة بتاخد أرقام كبيرة جداً في العقود ممكن إحنا كنا حوالي ستة أو سبعة لعيبة عقودنا صغيرة جداً بس إحنا كنا نحب النادي ممكن أنا الحمد لله على تواصل حتى مع مجلس دارة النادي الأوليمبي لحد دلوقتي بكادت طبعاً كابتن طريق السيد وعضاء مجلس الإدارة وممكن أشتغلت في النادي الأوليمبي شوية كمدير كورة ويمكن ده بيتي اللي أنا تربيت فيه وشفت منه خير فحتى لحد دلوقتي من بعد أنا مشيت من النادي الأوليمبي سنة 2006 طب خلينا هكامل في النقطة معك لأن فيه أكتر من حاجة حاببة يعني تنقل فيها وجهة نظرك للناس بس خلينا كابتن أحمد حسن لجي علينا مرة تانية على التلفون مرة تانية براحب بيك كابتن أحمد والمهم بس يعني كنت بس ألك أو بتطمن منك المهم الظروف اللي أنت بتمر بيها تكون خير تطمن عليك لا الحمد لله كده جابين سوا طب الحمد لله أنا كفاء إن أنا اسميها تطوفة واسميها تطوفة جابين أحمد آآ من الناس اللي قريبها والقلبي ومن الناس اللي بحبها جدا طبعا باحترمها آآ شواء فنيا أو طبعا بتطافة العيب في المنعب وخارج المنعب بعد ما بطل واتمناله طبعا التوفيه لأنه حاجة المحتاج وحاجة المحترم جديد. بس ليه عنده عزومة برضو بأكت تاني انا عزمت انا مش عزمتك انا مش عزمتك انا ببتلك لازل تجيلي الندي؟ مز leakage هو أساسا يعني기도 كريم ولا نص نص؟ يعني نسب أقول الصراحة أقول أقول الخريطان أقول لهم أنت كنت تتعمل في أقول لهم أنت كنت تتعمل في العيال أستخدم لا أقول ل börني يا ك transformations Victoria أنا أحب الحاجات دي أقول لهم كنت تتتعمل في العيال في جديد وفي صديق وفعشور بس يا جهاز انا طبعا بصيرت لقول قبل سنة وانتو طيومين. طبعا مش ناس تدعل منك. اه طبعا الفترة دي كانت فترة طبعا جميلة الحمد للده اللي كانت اه في ناس خير ممكن تتخيل ان اه برغم اه ان احنا دي ما بنتكلم على التركيز وان احنا حيثة الزهار دي بتبقى قولي ايه لا لكن اه كان الوزن كان كل كل الاعيب بتاعتها كان عارف اهمية النادي الاهلي وقيمة النادي الاهلي وقيمة الجمعين النادي الاهلي فكلنا بنقدس الملعب فكان عندنا مساحة خارجية شوية يعني. اه. وكانت حتة النتايي وحتة تركيزنا في الملعب كانت يمكن ايه دي المتدهنا اه مساحة شوية ان احنا ممكن بيبطيه حتة طبعا خارجي شوية بس جرده في حدود الالتزام وفي حدود الانترام. وطبعا فيه مواقف كتير طبعا اتمنى طبعا احنا ما نخرجش من اه بايدة عن كل سنة انا سعيد جدا ان انا اسمات سيطتك. انا بكرر تاني من الناس اللي بحبها جدا والناس وقعبة من قلبي جدا. واتمنى لك يا رب التوفية يا رب ان شاء الله بإذن الله في اللي جاي. شكرك كابتن احمد. كل سنة وحضرتك طيب. وجايبين لك كل الحبايب النهاردة معنا النجم طبعا كابتن معتز اينو. كل سنة وحضرتك طيب ومنورنا على شاشة في قناة الاهلي. خير عليك يا سورة والاحمد طبعا كل سنة وانت طيبين. ننور الدنيا كابتن اينو. حبيبي تسلم كل سنة وانت طيب. ربنا خليك حبيبي تسلم. انت عارف قبل الهوا بسأل كابتن احمد لو لو حد حابب تاكل من ايديه يكون مين? قال لي طبعا معتز اينو. يعني حسسني اه الشيف اين قلتولي يعني شويت كده في المطبخ زي ما هو شويت في المرعب قال لي اوه عشر على عشر. من صياطك اوه. من صياطك اوه. ايوة اتقول لي. يا رب المسكر كيف الحاجات الحلوة وانت مش الحاجات اللي ما ايديه. طب اقول لك ايه اخبار الكنافة والاطايف ايه? انت عارف. انت عارف. على طول اينو كان بعد يعني بعد ما نيجي بتمرم بعد الفطار. فييجي طبعا كابتن حسان بدري كان اوزن اوه. الكيلو كان عليه الف جنيه صح? اه. وانا كنت مخلص اتنين كيلو. اقول له الاتنين كيلو دول ايه? يقول لي اطايف. عبيبي يا اينو وانا طبعا اينو نجم كبير وانا بحبه جدا. واحنا كنا بيربطنا علاقة يعني اخوية. اخوية ببرا الملعب دي كان بتبان في الملعب. زي ما قال استكوزة ومع اينو طبعا. الحب اللي كان بيننا حتى الحد دلوقتي يمكن انا ساب نادر اهلي من الفين وتمانية. والحد دلوقتي على تواصل مع بعض انا واستكوزة واينو وصديق وعشور وجديد وكل اللعيبة وكلنا كاخوات بنحب الخير لبعض. دي اهم حاجة كنا حارسين عليها وحارسين عليها لحد دلوقتي يعني. كابتن اينو. لا هو خلاص هو ده هو هو المدخل الى احمد. لا يا كابتن عايزين نعرف منك برضو اكتر المواقف كده اللي مع كابتن احمد عادل اللي ممكن يكون صعبة اصلا انك تقولها على الهوى كده. نفضحه شوية زي ما هو. لا لا عايزين نعرف. لا هو عادل طبعا انا عايزة اقول الحاجة بايجا عن الكرة خالص عادل من الناس المحترمة. عشان هو عاد على فكرة. فانتعلم من الناس المحترمة جدا 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 برا الكورة. انا كنت يعيني. يعني انا مشيت الفين واثنواشر. انا مشيت عادية حوالي باربعة سنين. انا ازعلت جدا لو هو مشي. بس ايه دي سند الحياة. لكن طبعا عادل اثر فينا كلنا. من بعد ما مشي. ومن اللعيبة المهمة جدا كان التدريب اهلي. بتمنى له طبعا التوفيق في حياته اللي جاية كلها كناحية ادارية او تدريب يعني. وهو زي ما هو. احنا على طول مع بعض. وعلى طول على افتصال مع بعض. اه. يعني احنا انك عارف اكبرها هي يعني مش مش بالملعب بس. يعني انا عايز اقول له هي مش بالملعب بس. لا احنا كمان علاقتنا اخوية للابد يعني ان شاء الله. فبتمنى له كل التوفيق او من الناس المحترمة جدا جدا. وهو عارف بقى اخويا وحبيبي وكان نعيشه ملح مع بعض وستار وزيحك وكل حاجات. طيب يعني انا بشكرك شكرا جزيلا. وانت يمكن القاسم المشترك بين كتير من لعبة النادي الاهلي واضح انك انت محبوب جدا كابتن اينو. كل الناس بتعزك وبتحبك جدا. ونتمنى نشوفك ان شاء الله معنا هنا في الستوديو على شاشة الاهلي. شرف ليا طبعا انا كنت موجود معاكم وكانات الاهلي ده بيتنا كبير طبعا. طبعا. ونتمنى ان شاء الله العادل التوفيق في حياته دايما اقول. وانا علاقتي بكل اللعيبة الحمد لله كويسة. وما شبتاش مع بعضا لكل خير ومحبة. وبطولات مع النادي طبعا. طبعا. اه ما تبطل حياتنا وعلاقتنا للابد زي ما طبعا. طبعا. كل ما هو مرتبط باسم النادي الاهلي دايما بيكون خير ودايما بيكون جميل. ودايما بيبقى فرحة ونتمنىها كده دايما على طول. بنشهر كابتن معتز اينو كل سنة وانت طيب انت وكل اسرتك وحبيبك. وابتدت جوع ولا ما بتصحرش بدري؟ ريحة الاكل جواعي. انت صخورك ايه خفيف خفيف? وفي البدري بدري? ولا بحب تصحر قبل الفجر على طول? لا انا يعني خفيف خفيف. خفيف خفيف. لان ما بحبش اكل وناه. اه. فبصلي الفجر حتى بعد الفجر كده بشوية. ايه. ساعة ولا حاجة وبعد كده. يعني ما بتصحرش حاجات تقيلة. لا لا مش تقيلة. طيب ليج اي قبل ما نروح للشيف محمد عبدالباقي? ولا زباد مسلومة. مني انا يعني يعني الشيف يبقى موجود. وانا اللي اعمل السحور ينفع كده يا شف. طب احنا جاهزين يا سيد محمد مجيلا. انا عاوزين يدوء السحور من ايدك. لا بلاش يا شيف انا بلاش? طعمية. طعمية كبير. ديجي اللي في الفتة والمحش بس. لا ما كنش فتة محباش بس احب المحش. احب الحمامل. ساعدها تبقى القاضية ممكن يعني القاضية ممكن في الملعب امضاء كابتن افشا والقاضية ممكن في البيت. اخاف عليه. البيت النادي الاهلي وعلى شرفة الاهلي بتوقيع سرم احصر. احصر. احصر على هوق. الفول شكله. الفول شكله. طيب خلينا نروح نشوف الفول شكله والطعمية عاملة ايه? بس بعد الفاصل مع شيف محمد عبدالبايد. مرة تانية اهلا وسهلا بحضراتكم. موجودين طبعا بقى ابتدائنا نجاهز صخور شيف محمد النهاردة. يعني مبدئين كده شفت خمس طواجن فول حاجة يعني عنيفة جدا. انا في العادة ما يعني الطعمية دي استحالة في هي جريمة بالنسبالي في الصخور. بس مع شيف محمد يعني شيف محمد طعميته. قصة وحكاية ورواية وحاجة خفيفة كده وجميلة. حانا هو شيف ان شاء الله عليك كابتان احمد. حبيبي والله انا هو شيف محمد وحاجة حاجة جميلة بصراحة. آآ فول آآ اسكندراني. غالبا هو متبصل بيه كده مراضي. دي بالخلطة. آآ آآ خلط اسكندراني. آآ آآ هو انت ليك آآ بص يعني حتى ناس ندخلش المطبخ ليها برضو آآ تحويجة فول كده آآ يعني في ناس تحبوا لمون وزيت بس. في ناس تحبوا بالسلطة. في ناس تحبوا بالبصل. في ناس بالطحينة. في ناس بالحمص. في ناس تحبوا آآ مشط شط. المعلومات دي كلها عن الفول. آآ ولا انت ايه? اي الفول بتطحن وخلاص. لا انا بص انا بالنسبالي آآ فعلا زي اللي عامل شيف محمد ده. آآ. والطماطم والآآ واللي هي الخلطة دي. يعني فول الخلطة ده ده اه احلى عاجة بالنسبالي. تمام. المفاجأة بقى بالنسبالي. انك ما كنتش تعرف اسم? ان لا ان الفول عامل زي الطاجن. آآ. اللي يطلع آآ. بيباكبك. آآ بيباكبك طبعا. ايه السر بقى اشيب محمد ده نوايا بباكبك كده. ان ده اللي بحطه على النار شوية. على النار? آآ على النار. آآ. لأ. سخورك ايه اللي مش ممكن يريب عن سخور احمد عادي. فول طبعا. الفول لازم تلاتين يوم فول كتير او. مع فول بقى. فول بقى حتى. هو اللي يقعد لحد الساعة ستة ونوصة. ايه تاني غير الفول يا كب? طعمية. طعمية. طعمية مش تقيلة في السحور? لا. تحمع. بعمل منها الزيت يعني بطلع منها باسمها بهرسة. او بهرسة. بنعمل كده مشان الزيت يطلع. بعدين الزبادي بتفرق يعني. الزبادي ده محطوط عليه ايه? ده محطوط عليه الزبادي بالنعناع. زبادي بالنعناع. اه. يعني وجبة متكاملة. اه. طيب والبيت من الحاجات الاساسية ولا مش لازم? اه. لا الاساسي. اساسي بيت مسلوق صراح. مسلوق. طبعا. قلتلك ملكة البيت المسلوق. ما عارف اعمله. ما عارفش اعمله طبعا. هو بيتعمل? اي. بيتسلي بات. انا. لا بس انا الصراحة انا جددت في حاجة. اه. انا ممكن اعمل بيت مسلوق. اه. لا والله يتعبت معينا. يعني انا كنت بساسي يعني من نوعين اللي بساسي. اه. ان انا لو ما فيش اكل في البيت. فتلاقيني ايو انفتحت التلاجة. اه. جبت كام بيضة. مالية اللي هي اللي اسمها ايه? الحلة? اه. بويلر او اه. يعني اه الحاجة اللي اعتري فيها. تلاتة ربعة مية. اه. والكام بيضة واسيبهم ربعة ساعة. طيب اسألك سؤال بقى. يعني اكيد طبعا انت مع النادي الاهلي او يعني لما كنت تلعب مطشاط بيبقى حتى لو في رمضان بيبقى شاف بتاع الفريق هو اللي بيزبط لكوا الاكل بتاعك وفتار وسبوع. طبعا. لكن هل صدفة مرة اه. اه. سفرية فصحة زيارة اه. رحت مكان شفت فيه اكل غريب في افتار او في صحور? لا انا كنت بشوف اكل غريب في افرق. اه. كنت بشوف اه حتى كان كان اكل غريب يعني كان اكل المكارونا معمولة طريقة غريبة. طريقة مختلفة. اه. انت متأكد انها كانت مكارونا اساسا. ده اللي احنا كنا مستغربين عشان كده كانت اه يعني التسعين في المية وتسعة وتسعين في المية من السفرية كنا بناخد شيف معنا. اه. فلكن اكلهم غريب في افرقيا غريب جد. الفريق غريبة اللحمة طريقة عملها غريبة. اغرب حاجة كنتها في حياتك اه في حتى لو برر رمضان اغرب اكلة. هي اه مش اغرب اكلة بس اسماها ايه? هي اكلة عندنا في سكندريا اه 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 عجة. عجة اه انا بحبها. ثانية دي عبارة عن ايه? اه. والله احنا عندنا في القاهرة صحيح عجة برضه. اسماها عجة صحيح. اه. 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 ايه ايه شاف العجة عبارة عن ايه? بصل وفلفل وبقدونس وكسبرة. وطبعا ضربية اساسية. دي مش شكشوكة? لأ. حقيقة تاني انها بتاخد شوية دقيق كده عشان بتخدش الخرن فاتعلا. بس هم يعني يعني العجة والشكشوكة اللي هم قريبين معا? اه. شوية. هي نفس نفس الحاجات بس دي بتتعيب تاريخ. اه اه. انا احس ان انا قاعدة المطدخ مش بتاعتي اصلا. المعجزة. تبا انا في انا في اكلة تانية بس ما عارفش الناس مش بتاكلها بيه. اه. اللي هي كشك. اه لا الكشك ليه الناس بتاكلوا عادي. انا في ناس كيف. الكشكة بالجنبالي صح? لا ما ارشل بالجنبالي ده. انا احبب كشك. انا احبب الكشك. انا احبب الكشك في اليه. انتم بتهاني السيفود داخل في كل حاجة في الاكل عندهم. اه اه. اه. انا عاديين بالبحر على المطبق حضر. انا حتى فعلا انا عندي حتى انا عشان في العجمي فالمكس جنبي. واللي هي المكس. فدي برضو بتاعت سمك وحاجات كده. اه. ففعلا بتبقى ريبة كده فبجيب من هناك على طول. اه. جريء في الاكل. يعني لو روحت في عزومة ولقيت الناس عاملة اصناف غريبة. او حاجة انت مكلتاش قبل كده. تدوس ولا ملكش في اللي انت متعود عليه وحافظه بس. بص انا ممكن الناس اشوفها حاجة غريبة فيها. اه. بس انا شايف ان انا لما باجعان بقول اي حاجة. اه. يعني ما بقولش بس لا انت ما بقولش دوت. اه. انت عايش من مبدأ المفتر يركب الصعب. هو ده. لا بس هنعرف اجابت يعني ده من السؤال ده. كلت سوشي قبل كده يا كبتر? لا مستحيل. اه. وشفت باقي يبقى ما بيقولش كل حاجة. هو اللي بس يعني طلع الاولى. انت اتجربت طلع الاولى وبعد كده جربت. انا جربت ومضمت بصرا. اه. مغس صغير عادي. وكاد حالة رهيبة. يبقى اكيد صارة هي اللي بتعامل السوشي ده. اكيد. لا انا كلت بقى احد الاماكن اللي هي اه. يعني نمبر ون في مصر. اه. في الكاهرة. فهتى صحابي. طب يا ابني تعال. اه. لا. وانا ما فيه. اول مرة برضو معايا كانت صعبة جدا. بس بعد كده حبيته يعني. بقى لطيف. لا انا السوشي ده هو بيبقى نايس. خلص احنا فيها. لا مش ناي. وبص والسوشي الاصلي ناي. يعني او مش ناي. هم بيسووه. طبعا شايف اه محمد لو ممكن يكلمنا على السوشي بس انا اعرف انه السوشي الاصلي ده مش موجود عندنا في مصر هنا الا في مكان او اتنين بالكتير قوي. ان السوشي مزيد. وبيبقى بيبقى اه ناي بس متسوي بال بالبهارات والتوابل. يعني مش متسوي. معايا جنبي شوية السوصات كده. اه. ايوة. كويس. انك بتعمل كبدة وعليها لمون. كبدة ناية. اه. والطماطية توصل عليها لمون. فبقاش فيها دم. اه. هم بياخدوا السمك مسلا سمك سمك سلم. اه. فبتحطوا في السوس. في السويا السوس في بعض السوسات اه. سوسات كتيرة. اه. بتحطوا بس في السوس كده كأنه بيستوي. اه. ايه ده يعني انا كنت لازم احطه في السوس قبل مكله. اه. اه. عشان يبقى له طعم. لا بس اللي انت اكلته انا متأكد انه سوشي يعني سوشي اللي هو متسوي بقى يعني اه. فرايد بالظبط كده. هو كده. هو رز كده. اه. اه. ما هو ببقى. اه. هو ده. رز مع جنبالي مع سلم. ده حلو جدا. جرب مرة يا تاب. المطبخ الهندي بتحبوا ليك في الاكل سبايسي بقى والاكلات الهندية. لا اكلات هندية لا لان السوس طبعا حاجة حراء جدا. بس انا بحب الحراء بس في المكارونة. في المكارونا يمكن انا حتى الاردر بتاع بي بمكارونا تبقى بصل وسبايسي بس. اللي حتى اللي هال بيننا. بس ما بحبش فيها الزتون والجبنة. بس انت كده بتحب بقى المطبخ الايطالي يمكن اكتر حاجة بقى مكارونا وفيتزا وكده. ده بالنسبة لي رقم واحد يعني. المكارونات بقى انواع. اكتر مقلب شربته في اكلة قبل كده كان ايه? مقلب هو السوشي. هو السوشي. اه. يا ربنا ما فتحنا موضوع ده. يعني ما تنسلسوا. مريرة. ده كانت التجربة ما قادرش انسيها بصراح. اه. كانت اه من صحابي يعني فهما كان عايزين يعملوا مقلب فيه. طب انت عمرك عملت مقلب في حد? يعني وديتهم عزمتهم في مكان كان ضايا. الاكل مش حال. لا صحابي اللي هما بحس ان هو انف. يعني انف الاكل كده ما بيقولش اي حاجة. مم. فبقى يعني يقول له يلا عزمك عزمه في صحابنا. واجبله صحابنا اللي هما كلنا بقى مع بعض. احنا راحين. فوديه مسلا مصمت. اللي هو بقى الكبد الكرشة. الكوارع والاي وهو ده. اه اه اه. انا بقى يعني. ازا هتعير. لا. انا الاكل ده بنسبه لي حاجة مقدسة. اه. تمام? اللي هو الكوارع والكرشة. ليك فيها. دي حاجة. انا قوي. اه. فوديته يعني في في ناس مسلا ما احترامي يغم عليها. اه. اه. مجال ان هو بس يدخل يبص قبل ما ياكل. هو لقى طبق الكرشة تحطه قدامه. اه. 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 انت كده زر. انا كده جيت غلط. اه. احنا لجينا غلط. لانه الطبيعي على فكرة ده طبيعي يعني. لا فلقى نفسه قدام طبق كرشة. اه. انا مش عايزة بصف له الكرشة دي بي. اه هي ايه. اه. اه. بص ري اكشنز بتاعت عحمد اطلو. اه. 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 فانا ده بالنسبالي حاجة فلاقي مسلا ايه? اه هو قنف قوي. يعني لا لازم المعلقة ممسوحة ومش عارفه ايه. اه. انا هاكل. ايه. فلاقي نفسه. ايه. الحاجات دي مفهش شكرة وسكينة ومعلقة وكده. معلقة ايه. ما فيك وارع بتبتاكل بالشكرة ما مفهش? اه. اه. دي عايزة مفكة عايزة مفتاح انجليزي. اه. اه. مش على هواكو خلص. بس له نسبة في اسكندرية كابتان ايه اكتر اكل في السيفود بتاعيانب عشان السيفود بكل انواعه. بحبه جدا بقى ده ما يعني. انت في اسكندرية ممكن تفتروا سيفود. اصلا احنا في مصر الموضوع الاسماك ده بتهالي يا سرى صعب الناس تفتر السمك. صعب بس بعملها برضو. بتعمليها اه. نسبة نفتر. اللي هو الصحة اللي في رمضان. لا في رمضان. لا في رمضان انا عادي. يعني انا مثلا رمضان احنا واحد عشر رمضان ممكن تلاقيني مثلا خمستاشر يوم سيفود. خمستاشر يوم سيفود. اه. اه. نص عادي. يعني لسه النهاردة فتر ساردي. اه. اه. وجنباري جامبو بقى. جنباري جامبو. اه. واستكوزة وكابوريا. لا استكوزة لأ. ممكن كابوريا يعني الاساسي. انت اي حاجة جاية في استكوزة النهاردة انت واقف ضدها. لا. واستكوزة لأ. امش استكوزة انت. والكبد الاسكندراني والسجوق الاسكندراني. اه ده اساسي. يعني السجوق اسكندراني. اللي هي عندي بقى الكلاوي. ايه. ايه. الحاجات دي يا امه لإيه. ده بسيبش ايه حاجة في الضحية. دليها زي الكبد. الكبد حلوة جدا. لا الكلاوي والقلوب. سعشير. انا ماشي معاك كده. اه. الكلاوي. بتاكل الكلاوي والقلوب? لا ايه. انا جاي. انا جاي اشوف احنا كده اتفقنا على العزومة في اسكندرية. انا انا وانت وصار على الكرشة. بس خلي بالك والك الحاجة. لو اكلت الكلاوي والحاجات دي. اه. بس. يعني انت ببيع للفكرة. انا هروح الاقي قاعد في المطعم. نورت الدنيا يا كابتر احمد. تسيبك تتصحر بالهانة وشيفها. ويعني مرسية صار على المجهود العظيم جدا في موضوع الصحور النهاردة. شكرك شكرا جزيلا. اقول للناس بس اه مرسية على متابعاتكم لينا كل السنة وانتوا طيبين. نتمنى تكونوا قضيتوا معنا وقت ممتع. ونشوفونا واتتابعونا ان شاء الله كل يوم في الاهلي في رمضان.